اهلا بكم لازم نقدر عضلات الحض بشكل جيد جدا في حياتنا هل ده موجود؟ لا لأسف لا لأنه في عوامل كتيرة جدا بتأثر في عضلات الحض وإحنا مش دادينين عضلات الحض مظلومة يا جماعة وبالتالي العواقب هتكون وخيمة زي ما هدفها من النهاردة مظلومة بإيه؟ طبعا في الستات بيتكرار الحمد والأولادة وده شيء يعني ما نقدرش نتفداء لكن فيه بقى في النسبة للستات وبالنسبة للرجالة في حالات مرضية بتأثر على عضلات الحض بشكل خطير جدا القحة المستمرة الناس المدخنين الناس الأزماتك المدخنين الناس اللي عندهم قحة وبيتعاملوا معاها بأسلوب المصر الجميل اللي هو بيروح للشخص اللي الصيدالي يقوله ده ده قحة بدلا ما يروح للدكتور يكشفه يعرف سبب قحة إيه لأ هو بياخد مضاد للقحة زي حاجات كتيرة اللي واحد بيعملها الإمساك المزمن وتطنيش الإمساك والتعامل معاها لأنه شيء طبيعي مش حاجة تستدعي يعني إن أنا أروح للدكتور حتى الناس في تعبيراتها بتعبير قاسي جدا يقولك إيه ده إمساك يعني مش مستاهل طبعا لا مين اللقات ده الإمساك ده ممكن يكون عرض لمرض خطير جدا التصرفات طبعا السمنة كمان الغريب إن أنا استغربت جدا إن السمنة تؤثر على عضلات الحط عضلات الحط ستتأثر بنقص فيتامينات يعني الناس مرضى السكر اللي عندهم نقص في فيتامين D 12 و B6 بيتأثر عضلات الحط بتاعتهم فيتامين D بيأثر على عضلات الحط والرجل سيتأثر بمشاكل عضلات الحط والست ستتأثر لكم أن تفهموا إنه تأثر عضلات الحط من ضمن اللي بيعمله بيعمل ضعف جنسي عند رجال بيأثر على قدرة الانتصاب عند الرجل وأشياء أخرى كثيرة جدا جدا نفهمها النهاردة بقى ندخل في النهاردة في فهم دقيق لهذه العضلات الدقيقة التي زي ما نبقول تظلم جدا في التعامل معها تعالوا نفهمها النهاردة بالتفصيل في واحدة من حلقاتنا المثيرة والمهمة جدا مع واحد من قمم الجراحة في مصر والعالم العربي بل وفي العالم ضيف العزيز واحد من الأسماء الرائدة في عالم جراحات القولون والمستقيل في عالم جراحات متعلقة بمشاكل الحض أستاذ والرجالة القمة العلمية الكبيرة والاسم العالمي الكبير أستاذ الدكتور إسماعيل شفيق رئيس قسم جراحات القولون والشرج بكلية طب جامعة القاهرة أستاذ جراحات القولون والشرج والمستقيم بكلية طب جامعة القاهرة وصاحب أكثر من 200 بحث علمي منشورا في أكبر المجلات العلمية 42 بحث علمي والرأي القدير لجراحات الشرج وأمراض القولون والحوض والمستقيم على مستوى المصري والعربي والأقليمي القيمة العلمية والعالمية الكبيرة أهلا بك بالتعقيد لماذا اخترت هذا الموضوع رغم تعقيده ورغم أنه أنا بأعتقد أنه الأول مرة في الإعلام العربي يأتي الحوار عن عضاة الحوض هو المقدمة بتاعت حضرتك هايلا بإيه أهمية يعني الفلسفة وفلسفة أو منهجية الحوض ومنهجية عضاة الحوض يعني من الفلسفة اللي احنا بنقولها دائما أن الحياة تخرج من الحوض وكل ما تأكله وتشربه ينتهي إلى الحوض يعني الحوض ده منطقة مركزية في الجسم خطيرة فإحنا عشان الحوض ده تقدر تحافظ عليه أو تقدر تهمله فتخش فيه مشاكل مش لا بأسة بها كبيرة جدا يعني أبسط شيء إحنا قلنا كل السوائل هتخرج من الحوض وكل الأكل هتخرج من الحوض طب لو أنت الإخراج مش عارف فيه مش كويس يعني أنت هتاكل مش هتخرج ومش هتتصرف إزاي أو واحدة حامل مع أنه ده إحنا ما بنكلمش فيها لكن ضمن الحوض ومش هتخرج للطفل نتيجة ضعفة في عضلات الحوض لأنها مثلا كان مطلوب منها تقوي عضلات الحوض في فترة ما قبل الزواج ولم تقوم بلعب رياضة أو دخلت زي ما حالك قلت فيه دور السمنة الشديدة جدا ودي بتعوق كل العضلات الموجودة والحركة تماما فيعني هي برضو رسالة لطيفة جدا نهنا نفهم الناس إزاي يحافظوا على الحوض ومشاكل كبيرة بالحوض تشريح عضلات الحوض هو الحوض فيه عضلة كبيرة جدا مهمة قوي اللي هي برضو أحب أن الناس تعرف الاسم ده بمنظومه يعني هو منسميها الحجاب الحاجز للحوض ولكن هي اسمها ليفيتر إناي هو ده اسم عالمي ليس له علاقة بالعربي أو الإنجليزي أو أي لغة ليفيتر يعني الرافع وإناي اللي هي الإيناي اللي هي فتحة الشارع رفعت للإيناس الرافع للإيناس أو للحوض نفسه العضلة دي ضخمة كبيرة جدا فيه فوقيها أنا بنسمي جزء سوبرا ليفيتر وجزء انفرا ليفيتر ما تحت الليفيتر إناي وما فوق الليفيتر إناي ما فوق العضلة الحوض الليفيتر ده جزء واللي تحتها ده جزء تاني مهم جدا العضلة دي تحتها تركيبات من عصاب وأوردة وشرايين ومجموعة كبيرة جدا مهمة جدا زائد هي وضعها في الحجم ده في البوزيشن ده في التكوين ده في المسافة دي مهم جدا لأن هي لو نزلت عن مكانها حصل أن كل الأعضاء اللي موجودة فوقيها اتحركت إيه العضاء اللي موجودة فوقيها عندنا المستقيم عندنا الرحم عندنا المسانة الثلاث أجزاء دول كلهم راجبين فوقيها غير بقى طبعا جزء من المصارين والأمعاء الثلاث أجزاء دول أنا المستقيم لو غير مكانه والزاوية بينه وبين القناة الشراجية تغيرت هيؤدي إيه؟ إنه هو مش قادر يفرغل لجواه حصل له نوع من أنواع الانكماش وتغير في الزاوية اللي هي لها علاقة بعملية التبرز طيب المسانة لو ابتدى يتحرك المسانة نزلت تحت هتبتدي تفتح مجرى البول العضلات اللي بكانت تنقبض هتتغير أماكنها فتلاقي الستة تشتكي من إيه؟ من حاجة اسمها إيرجنسي إن هي مش لح أتخش الحمام يعني يجي لها الكل يجي لها الإحساس تجري وهي في السكر يروح نازل جزء من البول تيجي تاجد إن هي الستة يحصل لها حاجة غريبة قوي إن هي تضحك تقح طيب تروح نازل جزء من إيه؟ من البول اللي هو بنسميه وممكن في النهاية يبقى فيه الدنيا بتفوت بطريقة رهيبة طبعاً إيه؟ احنا بنتكلم في الستات أكتر من رجالة لإن السيدات المجرى البول قصير فسهل جداً تأثير الرجالة مجرى بول طويل فبالتالي تأثير ما بقاش بالسرعة وبالقوة دهية زائد إن هو محاط بعضلات موجودة جوه البروستاتا بتقوي وبتسند هذا الموضوع لكن بالنسبة للمستقيم بيحصل لنا بقى فيه قصة غريبة قوي إن دول عاملين زي المخدتين مخدة يمين ومخدة شمال اللي هي العضل نفسها الليفيتور ومفروض لهم وضع والأنابيب دهية معدية من نص أنبوبة بتاعة المستقيم وأنبوبة بتاعة المهبل وأنبوبة بتاعة المسانة اللي هي اللي هتخرج المخدتين دول لو سقته هيروحوا ضربين على حاجة مهمة جداً تحتينا وهي عصب الحوض إصابة عصب الحوض هتعمل له اختناق في العصب الاختناق اللي هيحدث ده هيخذي عضلات الشرق تتغير وضعها يأما هتنقبض جامل جداً يأما الإصابة ممكن تؤدي إلى تسايف عضلة الحوض عضلة الشرق أو تؤثر على الدورسل نيرف أو فينس أو العصب اللي داخل على القضيب يؤدي إلى عدم قدرة على الانتصاب فتلاقي الراجل تأثر جنسياً بشكل كبير جداً المخدتين دول كمان مهمين جداً في النهية أما ينقبضوا يفتحوا القناة الشرقية يفتحوا الزاوية دي لأن العضلة اللي احنا كل دايما بنقولها الناس البيوبوريكتاليس هي أفلة ودي العضلة بتاعة التحكم في البراز أما قطع يحصل تسايب اللي فيتر القناي اللي هي الحجاب الحاجز أما توصاب يحصل إمساك يبقى واحدة يحصل تسايب في البراز والتاني يحصل إمساك في البراز يبقى البيوبوريكتاليس لو جالها إصابة فيه تسايب اللي فيتر القناي لو جالها إصابة يحصل إمساك شديد لأنها بتيجي تنقبض تبقى عاملة زي البليت زي البورد كده مسطحة التصطيحة بتاعة المخدة دي تخليها تروح فتحة القناة الشرقية ضد البيوبوريكتاليس اللي هي أفلة فالفتحة دي تخلي الكورة بتاعة البراز تروح سقطة وتخرج بقى مع الجاذبية وتفتح بقية السكة الفاليور ده بيعمل لنا المشكلة الكبيرة جداً فنخش في إمساك وبنسميه أو جزء من أوتلات أبساكشن سندروم اللي هو البرينيل ديسنت البرينيل ديسنت ده قصة لطيفة قوي اللي هو السقوط البرينيم أو سقوط سنقول للعجان سقوط عضلات الحوض أو العجان ما هو مختلف ده عن سقوط الشرقية لكن اللي أنا عايز أقوله أنه هو سنة 1966 كان فيه رجل إنجليزي مشهور قوي في سان مارك هاسبتان اسمه سير ألن بارك وكان في كذا جامع برضه لكن كان من الأماكن المشهور فيها قوي سان مارك هاسبتان دي من الأماكن تاعة القولون والشرق والجراحة العامة كانت مهمة جداً في العالم في عصر الزهبي للدولة البريطانية والإنجلترة في الطب يعني كان ده ستة وستين والراجل ده لاحظ إن الحوض بيبقى فيه تغيرات وما تكشف عليه بالزاد في العينين وفي عين من تحت أما يكوح العيان يبقى فيه بالوننج بالوننج يعني انتفاخ يخرج فقعد وصف وقالك إن دي بتسبب بعض الإمساك وإن دي تغيرات في عضلة الحوض وما عايفش يكتب أي كلمة على البالسوفيسيولوجي ولا فيسيولوجيتها ولا مرض الوضع الطبيعي والوضع الفاتفولوجي إيه وفضلت الأمور ماشية كده ووصف حوالي ست سبع حالات وخلصت لغاية مجالسة 82 دكتور رحمد شافيه كتب بحث مهمة قوي قلب الدنيا سمى ليفيتور ديسفانكشن سندروم وغير اسم المرض ليفيتور ديسفانكشن سندروم اللي هو خلل وعطط في وظيفة العضلة الرفعة بزار عشان يوضح أهمية إن اللي فيتور هي اللي فيها الخلل عشان تقدي البرينيل ديسفانكشن فحبي يكتب الاسم ده تحت البرينيل ديسفانكشن عشان يديك الإحاء إن إحنا عندنا مشكلة فيسيولوجي في الفيسيولوجية الباتولوجي في الفيسيولوجي بتاع العضلة يعني مشكلة سخوط عضلات الحوض يكون في العضلة دي في العضلة دي بزيال في المكان ده بزيال ووصف بقى الميكانيزم واضطر إن هو نوصف التشريح بتاعها إن هي لها جزئين لها بلايت فوق عريضة ولها two limbs suspensory ligament ووصف الهيئة اللي بيقمسك فيها وهو ده اللي بيفك مش العضلة نفسها العضلة ما بيتفكش الرباط بتاعها هو اللي بيفك ويوصع ويطول عشان كده في العملية بقى ما هنتكلم عنها لازم نعيد الرباط ده إلى مكانه مرة أخرى ده يخلينا أقول إنه عالم عضلات الحوض والعالم بتاع العضلات عموما بس نحن نتكلم على جزء معين في جراحات الحوض أعتقد إنه فيه مفاجآت فيه كثيرة جدا يعني الاعتقاد إن العضلة هي المسؤولة ده حتى في العلاج الطبيعي يعني فيه كثير قوي من النظريات دلوقتي ده دورها حاولين الفاشة اللي بتوحيت بالعضلة زي يا من حضرك قولت تلوقتي المشكلة ما بتوقاش أحيان في العضلة ده المشكلة في اللجمت أو في الرابط اللي مسك العضلة في الجزء الأخير منها صح كده؟ ياس إيه الأسباب اللي يدخل السوقت يا حسين؟ من الحاجات الجميلة اللي انت قلتها أوبيزيتي التخن ده ده كارثة والناس على الفكرة مش عارفة تربط ليه التخن يعمل ضعف في العضوات؟ المسألة معقدة جدا السمية بتاع الخلال الدهنية إن الدهون بتأثر على الوصول الدموي للعضلات إن العضلات حواليها كتلة دهنية تمنع تغذية بتاعتها والوصول العصر هو الببساطة السملة المفرطة هو وضع غير طبيعي للجسم طبعاً بقى معاه على الكبد يعني النهاردة بقينا بالنسبة لنا إن الكبد الدهني ده مرت من ذات بتوع البطنة اللي عرفوه كويس جداً اللي بقى مشكلة ما كانش زي زي زماني وبيقولك العصر الجاي التلافات كلها تظهر من الكبد الدهني المصارين مش عارفة تتحرك مزنوقة مخنوقة من كتر الدهون حواليها نجد منديل البطن تخن كده كبير الدهون بتيجي تترصب مثلاً في المنطقة اللي هنا بنسميه إس كوريكت الفصة بس أنا مش عارف ما بجانب المستقيم في منطقة كده غرفتين بنسميه إس كوريكت الفصة بجانب المستقيم دول بيبقى فيهم دهون والأعصاب ماشية فيها والأوردة بتتملي بدهون شديدة جداً تخنق المنطقة دي اللي كمان الحمل الستة بنقول لها امشي المشي ده والرياضة خطير جداً للحط المشي ما يقويش بس عضلات الرجلين يقوي عضلات الحط بشدة ده هو أساس الإنقباض والإنبساط للحركة الموفمنت دي على طول مستمرة في حركة المشي فاللي بيترون إناي العضلة اللي هي الحجاب الحاجز بتقوى بشدة مع الحركة والمشي اللي هو المشي الرياضي اللي هو الهرولة اللي هو الجانب الخفيف يعني مش المشي اللي هو واحدة بتتمشى في البيت لا تمشى في البيت أو تمشى في الشوپنج والمول لا طبعاً لا ده مش ماشي لا لازم يبقى فيه نسبة إجهاده ونرفع اللي هو بنسميه كارديو لازم نرفع عدد ضربات القلب لازم البلس يعلى نبض يعلى يوصل لمية مية وعشرة مية وعشرين وكل ما ترفعي بذلك لو انت طبيعي يبقى أفضل الاعراض بتاعت السعودية أول حاجة تغير في الثلاث حاجات تغير في العملية التبول تغير في العملية التبرز ولو هي ستة حامل مش هتعرف تنزل البيبي طبيعي هتضطل ان هي تفتح قيصاني يبقى عندها مشكلة في نزول الطفل فأول حاجة التبرز فيه إمساك يجي عيان يقولك أنا حاسس بالبراز وقف على الشرق وأنا مش هتنزله وهو فعلا هو وقف في المستقيم وحاسس به ويجي يهزق ما ينزلش وكل ما يهزق يقفل أكتر وما ينزلش ليه بقى؟ أجدنا حاجة غريبة قوي العضلتين هم العيان حزق احنا هتخيل فوق المصارين وتحت الحضة هو دي مخرج لتا حزق هيبتدي يضغطهم من تحت طب هم دي ضغطوا لتحت وعملوا انقباد الأربطة اللي مسكة واسعة ففتحت الزاوية اللي بينها بين العضلة وبين القناشرة جاية فيخش الحزق الضغط ده يروح قافل القناشرة جاية يروح محزمها متضغط اللي هو النفس اللي احنا بناديه فيروح يجي يقولك أنزل حتة في الأول واروح مقطوع في نصها ومعرفش أنزل تاني وافضل مقفول كده ويبتدي العضلة تضم اللي هي تروح قافشة بشدة شديدة لأن ما فيش حاجة تتوسحها وتفتحها لأن هنا عندنا دايما الجسم فيه دايما عضلة مضادة العضلة كل عضلة قصادها عضلة مضادة لها زي هنا هو فوق البيسيبس والترايسيبس السنائية والسلاسية البيسيبس onewetقداش تعمل يعني لو لغيت الطريسيبس الضي soci البيسيبس INT Appreciate مش هتفجع خلاص مش هتشتقي ولو عنديش بايسيبس التريسيبس هتبقى聽 billorship مش عارفة يدينها نفس الفكرة موجودة في البيوبوريكتاليس والليفيترو الخلاط مش عارف يفتحها غير بالليفيتر. لو الليفيتر مش شغالة البيوبروكتالس مش تفتحها. هيبدأ وعطول عنده انخلاق. 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 وهو ده اسمه انخلاق تبرزي. التبرز الانخلاقي. هو فعلا اسمه كده. استراكتد. استراكتد. اه. فبتجد ان احنا وهو شغال. البراز واقف جدا. نمرة اتنين عنده مشكلة في التباول. مش عارف بقول بسهولة. لدرجة فيه ناس تتخيل هي عندها بروستاتا في الرجالة. لكن هو حصل ده ده عمله مشكلة. هو 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 المسانة سقطت. لان هي سندة نايمة على العضلة. فما بين المسانة ومجرى البول. الزاوية ده هي تغير مكانها. فالمجرى كشكشت. نفس الكلام في الستات. سقطة المسافة دي. فمسميها. ده فيه حاجة كمان بنسميها. كل الاعضاء دي خلاص نزلت لتحت. هبوط. كلها كاملة. فهو نسأله يا جماعة بصوا. حكاية الهبوط دي تخيلوا يعني ساق في بيت وقع. نزل. تخيلوا الطريق بيحصل في الطرق بدايتنا. نتيجة تغيب الضمير بتاع المقاول اللي سافلت الطريق. بص لعي بعد ما يتسافلته. حتة في الطريق قولك يحصل هبوط فيها. فيها بيحصل. بالهبوط دوت. تخيلوا الجسم بقى العضلات دي هيبطت. اللي هي عاملة زي العضلات دي. عارفيني الناس بقى الأسرياء. بيعندهم في البيت كده بيعملوا ما بين شجرتين يروحوا عاملين زي سرير. أيوان. معرفش بيسموه إيه السرير اللي بين شجرتين دوت. وينمع عليه يعني الواحد في الحديقة يعني. ويريح يعني أنت. العضلات دي كده عاملة زي كأنها بالضبط مرتبة بس مرتبة مفرودة. مش مرتبة كمان نقول عليها يعني مشد جامد جدا مفروض. عشان يحمي عضلات الخط من النزول. فلما ينزل كل عضلات الخط دي بتنزل. كل أجزاء الخط بتنزل. تتغير مكانها. اه. يتغير مكانها. وده شوف لو إنت إحنا قاعدين على الترابيزة دي. وتغير مكان الترابيزة. يعني هبطت. خلاص إحنا كلنا هبطنا معاها. اه. مشكلة. عادتنا تغيرت. التوزيشن بتاعنا تغير. كلامنا تغير. طريقتنا قاعدتنا. كل شكلنا تغير حتى ملا معنا. يا بتحصل لما كنوا من عاديين مثلا ناس قاعدة. تخيلوا ناس قاعدة على مصرح ولا حاجة. وفاجأة المصرح راح وقاعدة. خلاص. اه. اه. ناس كلها بتنزل معاها. بتنزل معاها. هي دي عضلة الحضو. لها بقى درجات. اه. يعني فيه درجه بسيطه. درجه متوسطه. درجه شديده. اه. هانا للأسف في مصر. عشان مشكلتين عدم المشي الرياضه. والامجزة ده يا. والامجزة دها ملا أمجزة تاني ذا ما نقول. تحبيش. سكر وضغط. اه طبعا. طبعا. بس ها. حبيش الأكل. يعني هنا بإيه؟ تلاقي الإزلاج الأوسيبت من دول فطر الصبح سندويتش مثلا جبنة رومي. وبعد كده تغدى كشري. وبعد كده اتعشى مثلا بقصومات بتجبنة البيضة. طب وبعدين. وبعدين. إزاي ده هيخرج. الكلام ده كم من النشويات دي هتخرج إزاي. إنت لأكلت جرجيل ولا خص ولا خيار ولا كوسة ولا فطول. ولأكلت أي ألياف. فبالتالي إنت زدت في الوزن. كونت دهون. من نسبة نشويات إنت مش محتاجها. وفي نفس الوقت البولس دي بتاعت السلطة قوي. نشفة جدا. نسبة النشا فيها رهيبة. إن النشا ده زمان كنا نجيب الدقيق. وناعم كده وتلزق بيه القص واللزق. الزينة بتاعت رمضان. الزينة. لو ما كانش عندك بالنشا وبالستاش وبالدقيق. لو ما عندكش لزق كان بتعمل بيك. نعملها دي. فتخيل بقى المصارين كلها ملزقة كده. لغاية ما توصل. النشا ده مادة للثقة. يعني لازقة. يعني هي بتزود إمسان. النشا ده اللي هو موجود فين؟ في العيش اللي حضرتك قالتو. في البقصماء. في العيش الفين. واللي ده نشا. واشتكوا بقى من 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 انتفاخ. طب ما أنت عندك نسبة الجلوتين اللي أخدتها عالية جدا. حتى لو ما عندكش مرض الجلوتين اللي هي حساسية الجلوتين. النسبة كبيرة. كمية الكاربوهيدريتز اللي هتتفعل معها البكتيريا فلورا اللي موجودة عالية جدا عليك. فهتعملك نسبة غازات. الكاربوهيدريتز كمان بيحصلها فرمنتيشن أكتر في المصارين. فبالتالي تعملك انتفاخات أكتر. لأن الجسم القولون ده عبارة عن بسطول براز وهوى. فوش حاجة تانية. مش حاجة تانية. غير لماعة الصغيرة. لماعة الصغيرة لا يمكن يبقى فيها هوى. لا يمكن. تبقى ماشية سائل وما نقولش عليه براز. نقول عليه انتستاني القنتانس. لأنه لم يكن براز. أول ما يوصل للقولون نبقى هنا نتكلم عليه كبراز. قابليها لا يمكن. فيمشي ويخشها ده. فعشان كده يشتكوا بطنه منفوخة. مفيش تقبرز امساك. الوزن عمالي يزيد. الحركة عمالة قل. السكر عمالي يعلى معايا. الضغط عمالي يعلى. الأدوية ما بتنفعش. طب هو ده طبيعي. اكسر الحلقة دي. كل أكل صحي. امشي. اتحرك. البراز هينزل. السكر هيقل. الضغط هيقل. جسمك هيخف. هتبقى كل حاجتك زي الفورت. زي ما يشخص طب الحالة لما هتيجي عندها أعراض تشبه مع أمراض كتيرة ما هو بيشتكي من مشاكل شبه الكنسر كول. بيشتكي. طبع. بيشتكي من مشاكل شبه البرستاطا. شوف الامساك لو رابدلي بروغراسيف كونسبيشن. ده شك. لازم منظر. ده ما يتفكرش. امساك حصل بسرعة وبقوة. وفي زمن وصير الدنيا بقى يعني مش مختلفة. مرة واحدة مش العادي. اه. يعني انا ممسك. وبعلي سنين زادت شوية. قال لي شوية. اتس او كي. انا في الرينش. طب روحت للدكتور ليه الايام اللي فاتتش. معنا الايام اللي فاتت. ازهقت. دايقت. لكن ما يقولك لا اصره زاد مرة واحدة. هنا. لازم نفكر في ان ممكن يكون في ورم حدث. مناخدهاش ببساطة. عشان كنا منظر بيبقى بس. لكن في ميكانيكية التبرز منظر ليس له دور. مش هيشوف حاجة. وهو منظر ببساطة عبارة عن الكاميرا زي بتاعة الموبايل. على انبوبه. نفعش حاجة اكتر من كده. نعمل بقى التشخيص عن طريق الديفكوغرافي. الديفكوغرافي ده حاجة اسمها الديناميكية التبرز. بنعمله بطريقة لطيفة قوي. بنجيب مادة باريام او جاسترغرافين بنتقلها. الباريام دهوت بنخليه عامل زي الكونسستنسي او اللزوجة بتاعة البراز. بنخليه زي المعجون. زي معجون السينان بيست. وباكالي يحقنه جوه القناة الشراجية. ونخلي العيان في هدوء تمام. يقعد على الكرسي عامل زي الكرسي. بنيه. وهو قاعد عليه. نقول له ما تعملش اي حركة. ونصور. فنتفرج على البراز. اه. اه. بعد كده نقول له ايه احزق. من غير ما تتبرز. بعد كده نقول له تبرز. في منها دايناميك. بحركة. وفي منها ستاتيك اللي هو ثابت. وهنا المفضل طبعا دائما دايناميك. زي اللي في الفيديو دهوت. ده دايناميك. بس دايناميك ام ار اي بقى. ما تاخد الافضل منه. بدلا ما اشتغل على الاكسرايز. ناخد ديتيلز اكتر بال ام ار اي. ولو هناخد بال ام ار اي ممكن ناخد ثري ديز كمان. اللي هو ثراسي لابعاد ام ار اي. فابدي صورة كاملة. وعظيمة. على كل الزوايا والانجلز اللي احنا محتاجينها في عملية التبرز. ده نعمله متحرك زي اللي احنا شايفينه. او ثابت. بوس هي طبعا بيتحكم فيها قصص اقتصادية. في الطب مهمة اوي. طبعا كل ما هنقول ام ار اي ثري دي اغلى. ده ثابت. ده الاستاتيك البسيط السيمبل جدا. وتقدر تشخص بيه كويس. لو انت كويس تقدر تشخص بيه كويس. ده رخيس جدا. الداينامك منه اغلى. الامار اي ستاتيك اغلى سيم. الامار اي داينامك سري دي زغى جدا. احنا شايفين يدرس الحركة بتاعت التبرز بالتنز. باستخدام البريم ده مادة تظهر في الاشعة بيضا زي ما انتوا شايفين كذلك يدرس. هذا المرياض شابه با امراض اخرى. ممكن تلقب سقوط الشرجي ده الناس ممكن تبقى سقوط شرجي ده يا جماعة مفيش حاجة بتخرج السقوط الشرجي لازم خروج جزء من المصارين او جزء من المحتوى الداخلي خارجي وده بيبقى على جزء اين يا جزء صغير خارج ده بنسميه جزءي يا اما جزء اكتر من سنتي لسنتي ونص يبقى تلتة سنتي اتنين سنتي ده بيبقى كامل وبرده لازم الناس تفرق لان فيه خروج للبواسير الفرق بين خروج البواسير وخروج المستقيم اللي هو الريكتل برولابس ان البواسير بتبقى متقطعة تلت قطع لكن التاني بيبقى كامل لفة كاملة نازل كل زي ما هي بينا في الصورة اللفة كاملة الصورة اللي فاتت هي دي على الشمال اللي تحت ده اللي هو مكتوب عليمي يوكوزة ده البواسير بالزبط السكوت الشارجي الكامل هو ده اللي خرج هو المستقيم خارج لافف وخارج بره بالزبط وفيه في النص بريتون ما يزنقه في النص بينهم ما هو خرج معاها بالزبط ودي عضلات الحودي عضلات المستقيم اللي هنا القناة الشارجية مين وشمال ده الحاجات اللي تدخل في الموضوع فيه برضو غرفة أمامية بتتكون انتيريوريكتوسيل وفيه غرفة خلفية تتكون بوستيريوريكتوسيل وفيه سيستوسيل ان غرفة من المسانة تبقى موجودة في الجتار الأمامي للمهبل كلمة بصوا يا جماعة عشان بس تفاهمين ان جزء من المسانة يبص اسمه سيل جاي من المسانة يبص اسمه سيستوسيل سيستوسيل فدي المسانة دخلت جوه الايه؟ المهبل فهو خلاص بقينا احنا عندنا سيستوسيل لو المستقيم هيجيب صورة طانية المستقيم دخل جوه المهبل يبقى واحد من قدام واحد من وره من الجدار الأمامي والجدار الخلفي الجدار الأمامي بقى ممسانة الجدار الخلفي بقى المستقيم اسمه انتيريوريكتوسيل يبقى المستقيم هو اللي دخل زي ما احنا شوفين ده أحباطه حصل فيه الجدار المسانه الخلفي صح كده؟ نشوف السورة اللي بعدها هنلاقي إنه هنا مثلا ده إلهة هنا ده أنتيوريكتوسيل هو واضح من قدامه ده صغير حتى اللفة هو الكيرف اللي قدام ده أنتيوريكتوسيل وحتى فيه رسومات تانية وده ريكتال برولابس اللي وره وده ريكتال برولابس سقوط شراجي سقوط شراجي طبعا شي برضه مزعج للغاية طبعا جدا جدا وده من الحزق لسترينينج كتر الإمساك والحزق الشديد الفرق بين المراضين بين سقوط العضاء كلها بتنزل من مكانها بتتغير بس ما بتخرجش بره الأمع التاني بيخرج من الفتح أنا أقدر أديها يعني تشبيه بس مش عارف الناس هتقدر تحسوا لا واحد لو جينا على الجدار البطن وتمدد الجدار اللي قدام كل الجدار ما يتمدد ده أكينه لكنه لو خرجت الأمعاء في البرامبالاكل أو البرامبالاكل الهرنية خرجت من الهرنية ده البرولابس يعني ده التشبيه أنا دايما نحب نبنيها على العرض حاج مؤدية يعني ممكن واحد عنده سقوط في عضلة الحض وعنده تكيف متكيف عارف يتبرز عارف يعمل متضايق بيجي له شوية ألام بيجي له شوية حاجات بسيطة وجاي يكشف عليها واكتشفنا فيه سقوط متوسط أو شديد لكن في نهاية متكيف يبقى نديله على قد الأعراض ونديله النصيحة إنه هو إزاي يحمي نفسه ويقوي عضلات الحض بس ندخلوش في عملية على طول لأنه هو علاجها دائما جراحة الجراحة اللي هي بتتعالج بيها أشهر حاجة فيها إنه أنا رجع العضلة تلحم يمين وشمائل اللي هي ليفيتر كلاستي لاترة ليفيتر كلاستي دي أشهر عملية أدي الليمب هو بتاع ليفيتر إناي اللي هو فاكك وباجي خياته الخط الأسود اللي في الآخر خالص ده اللي ماسك من المربع لغاية تحت دي ليفيتر إناي هي دي العضلة اللي عليها الراكو النية عليها الراكو النية ودي الأنجل اللي بتتفتح السهم اللي هي الريكتر نيك إنلات اللي بيخش لو حزق عشان ينزل براستر وحقفلاله القناة الشرجية إنه هو فتحها خلاص أهنا بنخش نربطها هنا اسمها لاترة ليفيتر براستي لاترة ليفيتر براستي من ناحية دي دي عملية جميلة لطيفة باين إنها مش عملية من جنب الشرج بنفتح فتحتين صغيرين جدا وخش ناخدها ثلاث غرز يمين وشمال وبتبقى فتحة بثنين سنتي دي بقاش فتحة كبيرة ده بأسلوب جراحي ده بأسلوب جراحي ممكن تستخدم الدباسة الدباسة طبعا الدباسة بتستخدم اهه زي بقى اللي هيشوف هو الدباسة اللي عملها الانفنترو بتاعها بروفسور نطيف جدا اسمه بروفسور لونجو أنطانيو لونجو هو صديق عزيز يعني وأخ كبير ويعني عشر من وحنا شباب صغيرين وكان هو من تنامس الدكتور رحمد شفيق ومنزل هو صديق وهي بقى معنا في المؤتمر إن شاء الله في شهر مارس الجاي إن شاء الله وهو من مؤسس الجماعية بتاعتنا الجماعية البحر المتواصل لأمراض الحوض وجماعية مصرية للقاولون هو راجل إيطالي راجل مهم هو ليه فكرة أخرى فحكتين الانفنترو براستي دي الانفنترو بتاعها كان الدكتور رحمد شفيق الكونسلت بتاعه هنا هو إن العضلات كشكشت أنا هشيل الجزء اللي كشكش ده بالعضلات وعيد لحامه مرة أخرى فالريدندنسي الزيادة بقى فكرته زي الأبدومنو بلاستي إن انت تعمل شيء اللي الجمية ترهرت يعني المستقيم ده ترهل فنازم أشيل الجزء اللي ترهل لو ما شلتوش عمره ما إيه هقدر إن أنا أجيبه تاني النظرية التانية الأولانية بتاع الدكتور رحمد شفيق هي إن الهييتس دي فتحة دي وسعت زي اللي بيحصل في المعدة مع الدايفراجم الهييتس الهيرني أنت بتقفل الفتحة وتثبت المكان هي نفس الكلام معكوسة لأنه لنظرية إن المعدة بالمريء لو قلبته هيبقى مستقيم بالإنالكنال والدايفراجم اللي فوق هو نفس الدايفراجم تحت يعني زي ما ربنا بيقوله أما خلقت هذا باطلاً يعني كل شيء بقدر فالحكمة والقدر شديد جداً المكانزمات هي واحدة مكانزم بس هناك فوق مريء ومعدة وتحت أنت التكيف الوظيفي خل المريء طويل عشان ياخد وقته في النزول وياخد حظره لكن الإخراج مش محتاج الطول ده كله هيتعبك فأسر الإخراج لكن هي القصة واحدة بالضبط مقلوبة مقلوبة هنا دخول وتحت خروق خروق بالضبط فيه طريقة أخرى أو فيه أسلوب آخر فيه بقى البوبس تكنيك اللي هو ما بيحصل كومبليت برولابس لها احنا بنخش بالمنظار من الجناب وندخل من الجناب شبكة نفيعة جداً بنخلي نرفع بها الحوط كله بقى ناخده تاني بالضبط من فتحتين في الجناب صغيرين جداً نرفع الحوط كله وده بيبقى كل شيء نزل فيه كومبليت ديستانت اللي هو اللي هي ده مشهورة جداً شهد رفع كل جزاء الحوط بعد هبطها اسمها مشهورة جداً ودائماً بنشتغلها من التكنيك اللي بتشتغل كتير بس ده لكل الهبوط الكامل كيف نوصي الناس بيعضرات حوطهم أو بالمنطق كيف نقلي نفسنا؟ أكل 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 لازم نسبطل أكل لا مع حالة يعني اهنا لازم نتكلم قبل ما نخش أنا وحياتك على إن أنا نزلت شوية والخسيتش والضايت يعني ودائماً بقولك إن مهمة قوي إنهنا دائماً في حالة نزول يعني جوعه تصحه ربنا قال يعني كده فهي لازم تخفف أكلك وفي نفس الوقت تلعب رياضة كويس قوي ورياضة مهمة قوي لمشي وما تكسرش أكتر من لازم على قد صحتك عشان ما بواصي مفاصلك لأن في ناس بتواصل إنها محتاجة غير مفاصل بعد كده و روق دماغك دي أصعب واحدة فيهم دي روق دماغك لكن خلينا أقف ده نقطة مهمة قوي إنه عضلات الحضن على العضلات المهملة في حياتنا وخلينا أقول لكم إنه الرياضة برضو أنا باستغرب الناس اللي استسلمت لوزنها الحالي ولحالة اللا رياضة اللي بتعيشها توجي تقول له يقول لك أنا أكبرت أنت سنك كم سنة يقول لك خمسين خمسين وكبرت وحاسس إن أنت ما تداشل عبرها ده شيء مزعج جدا أو أقل من كده كمان في ناس بتمارس الرياضة لغاية سنة 80 سنة لغاية لما آخر يوم في عمرها لغاية لما عمره ينتهي هو بيمارس الرياضة لأنه هو مؤمن إن الإنسان خلق جدا خلق لكي يسعى لكي يتحرك لكي يخرج كل يوم يدور على رزقه ويرجع تاني حيث تلقعد على المكاتب والراحة اللي بيدور عليها حتى الجيل الجديد دي شيء مخيف للغاية وتمن بيكون غالي زي ما شبنا ده جزء من أتنان اللي بنشوفها الكلمة راحة ووزن زي أنت نورت وضيف العزيز أبدأ النهاردة وأمتعنا بواحدة من الحلقات الهمة المنتبه لها بشكل ضخيط جدا اللي كمان على مستوى الطب دايما الحلقة الدكتور إسماعيل بيه مفيدة لشباب الأطباء لأنه النهاردة لو جالك حالة وإنت تلخبطت مش عايف تفرق إذا كان دي مشكلة في البرستاطا أو لمشكلة سقوط في عضلات الحض إذا كانتش ورانا أنه أنت ما عرفتش تميز هل دي سقوط في عضلات الحنط ولا هيمورايدز يعني هيمورايدز باللغة العربية يعني إيه بواسيش بواسيش العرب يساعدني يفلت مني إنها مش معرفتش تميز يعني بنتها بتودي العيان في حتة مش المفروض يروحها يعني بدل ما يروح يمين هتوديش مال يعني هترتكب خطرك بالتشخيص يا جماعة ده فن مهم جدا يكمن التشخيص في الفهم العلمي والاستماعك كتير جدا للخبرات الأكبر منك وده اللي بتحاول نوفره لك هنا في الدكتور طيب العزيز الخيمة العلمية الكبيرة أستاذ دكتور إسماعيل شفي طبعا رئيس قسم جراحات القولون والشرق بكل الطب جامعة القاهرة أستاذ جراحات القولون والشرق بكل الطب جامعة القاهرة وصاحب أكثر من 240 بحث عبن منشور في أكبر وكبريات المجلات العلمية والرائد القدير على المستوى مصر وشرق الأوسط والمستوى العالمي واحد من الرواد الكبار لعالم جراحات القولون المستقيم دايما بتشرفنا ودايما بنوبا سعادة بجدك معنا في الدكتور نعم سعاد شكرا جدا خليكوا دايما بعضوك أهلا بيكم النهار دا يوم مهم جدا في عالم النوم هو النوم عالم أه طبعا عالم مهم جدا طب لو حضرتك بتشخر وانت نايم الحقيقة الموضوع دوت له بعدين شأنه شأنه كثير من الأمراض ممكن مفيش مرض ملوش بعدين بعد عضوي وبعد نفسي تقريبا مش مش مرض ما عندوش الحكاية دي ما عندوش الوجهين لكن الشخير بالذات وجهينه واضحين جدا وبعد نفسي يكمن في أنه أنت لك شريك حياة المرأة جزها يتدايل لو هي بتشخر ولو الراجل بيشخر مراته هتتدايل وطبعا الموضوع في الستات محرق جدا لأنه يمكن الثقافة بتاعتنا والمعتقد بتاعنا أنه الراجل يشخر ده شيء وارد لكن ست تشخر ده شيء غير وارد ده برضو في دماغنا مش مقبوله لو أنه ده وارد جدا الستات صوتهم بيعلى أثناء إنهم أحيانا ولا أنسى فيلم كان جميل قوي بيجي يعني كان من الحاجات اللي لها وقع جميل قوي فترحه كالي اسمه صير انت بتاع العبقاري أحمد ميكي لما في آخر الفيلم خالص بيتكلم على يعني الجميلة دنيا سمير غنم المبدعة في الفيلم ده برضو وقال جملة قال هي دي الإنسانة الكاملة وبعدين هو بيخلص الجملة بدأت هي تشخر كان نجوزها بقى قال فرحان قوي بقى وبيقول بقى دي أجمل حاجة في الدنيا دي الإنسانة الكاملة فسكت شوية كده وقال إيه مفيش حد كامل صلاح مفيش حد كامل بس ماشي ممكن تعال هو دي غلطة في السيناديو إنه اعتبر إن ده شيء لازم نتوافق معاه لأ ده مش ده مرض دي حالة مرضية ما ينفعش نتوافق أو بمعنى أصح نتأقلم معاه لا يباشر ما ينفعش تأقلم معاه حالة ممكن تؤديلي إلى اضطراب في ضربات القلب تؤديلي إرتفاعات داخل الدم تؤدي إلى نقص الأكسجين مزمن داخل جسمي تؤدي إلى فرص إصابة بأمراض أكثر خطورة زي نقص الأكسجين المزمن بقى في الموقع يبدأ حجم المخ نفسه يقين مع الوقت لأنه ما فيش أكسجين داخله كويس من الأسباب والبليمينج فاكتور من البليمينج فاكتور الملامة في حدوث الزهايمر وجدوا علاقة ما بين في أبحاث ربطت ما بين الزهايمر وما بين الشخير فده حاجة مهمة جدا خلينا نهارده نقرب من الموضوع النفسي كمان ولكتماعي والرحب بضايف العزيزة الذي يبدع في حواره دائما أستاذ دكتور هشام إبراهيم استشاري الأنف والأزور والحنجرة وصاحب دكتور الأنف والأزور والحنجرة والعلاج بالليزر وصاحب زمادة الجامعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم والأساس زائد ومستشفر رويا الكير العالمي والخرطوب أهلا بيك يا دكتور أهلا يا دكتور أهلا بيك الحقيقة عايزة أبدأ بحتة الستات والشخير مش بقى المرة اللي فات تكلمنا عن الرجال النهاردة نتكلم على الستات الموضوع بقى في الست محرج طبعا طبعا كان زمان الحقيقة الستاتيستيكس والحصائيات بتقول إن الشخير في الست أكتر من الراجل والراجل أكتر من الست الحياة بتدقي يعني مع مع الخبرات ومع الكم الحالات اللي واحد بيشوفها وبيعملها النهاردة اللي اتنين تقريبا بيتساوق الاتنين تقريبا بيتساوق في مشاكل الشخير وفي السن بتاع الشخير وفي كل حاجة اكتشفنا إن الشخير بيبتدي من سن 15 و 16 سنة كم حالات عندها 20 سنة بيعمل لها حالات واختناء حالات اختناء مش حالات بس كبيرة في السن عنده 20 سنة وجايلي يقول لي أنا ما بنامش بالليل وعند شخير وعند خنق إزاي عند طوله 170 سنطي وزنه 75 يبقى أنا شايفه شخص طبيعي 100% 100% أقول له إزاي المنظر اللي أنا شايفه دايما لو حاجت تفتكر أول ما بدأنا حلقاتنا كنا بيقول شاكل عيان الشخير طخين ومليان ورقابته ورقابته ولغض وقصير وملياء النهاردة ما بقاش الكلام ده خلص خلص مش شرط يكون بس ما عظم حالات الوزن الزي ده مش أخط ده أكيد ده أكيد لكن في ناس رفاية عابد شخ كتير جدا كتير جدا ده طبعا لما بنكشف عليه بنلاقي بنلاقي إن المشكلة موجودة مشكلة عضوية موجودة ما عنده حاجز أنفي معهوك سدد منخيره عنده لوز متضخمة جدا سدد مجرى التنفس وأخذ بالحيطة كزي فطبعا ده لما بتتشل المشكلة دي وبنفتح له مجرى التنفس تحسن ببقى مية في المية مية في المية هو هنا بقى السؤال إيه اللي يخلي لوز تتضخم إيه اللي يخلي حاجز أنفي تايوك حاجز أنفي تايوك ده سببه يعني ما تهمناش الحقيقة خطأ أو مولود بيها مش هتفرق معي لكن تضخم الليوس ده ده شيء بيبقى موروث على فكرة مفيش واحد مثلا عشان أصله هو بي لأ هو في ناس كده وراثيا عن عن الوالد وعن العم وعندهم تضخم في الليوس هي الحالات دي اللي بتيجي أو حالات كتير وبنشخصها وبتتعامل والتحاصل بقى مية في المية هنسمع كلام ست بقى وهي بتحكي عن الشخير بقى تعالوا نسمع كلام مدام عدلية ونسمع ونشوف إيه النقاط اللي مضيقاها لأنه برضو لما سمعنا قبل كده رجل هو بيتحدث عن الشخير كان بيتكلم عن أنه سوى نقلة قيل وإنه إجهاد وإنه يصحب من النوم على خانق أو ألقان وإنه له يعني تخوف من النوم ده 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 وحيطة إنه بدأ يتنفس من بقى دي دايقته في إنه بدأ يحس إنه فيه ععراض جفاف راملة في بقى ده كلام الراجل تعالوا نشوف الست مرة تقولي أنا اسم عدلية رشاد عندي 63 سنة كان عندي مشكلة كبيرة ليه 20 سنة وأنا بعاني منها ما بعرفش أنام خالص وصدش خير وكانت حالتي صعبة وقربة بصراحة ولا ما كنتش بعرفة أنام خالص و20 سنة وأنا بمر على الدكاترة واحد يقولي خسيلي والتاني يقولي ما ينفحش سن الكبر والتاني ما لهاش أي علاج فتعبت بصراحة فيها تعبت وبيت أبكي أبكي مش عارفة نام لو كنت باقض دور برد ما كنتش بعرفة نام خالص خالص من دور البرد كنت بفضل أعدى لحد ما يخلص دور البرد فالحمد لله في يوم من الأيام قعدة قدام التلفزيون فشفت الدكتور الدكتور هشام إبراهيم فربنا كرمني اتصلت بي قال لي تعالي كشفي فجيت كشف قال لي تعملي منزار عملي منزار فقال لي أنت عندك تدقم في اللسان من أكرو وعندك سكف الحل وعندك كيس هوا في مناخيرك وعندك الغاداري بيضة يعني الدنيا كلها كت بيضة معين فقلت له طب أنا أعملها قال لي تنفع قلت له تنفع تتعمل أنا في السن ده رحت لدكتور قالوا لي ما يتفعش قال لي لا بإذن الله تتعمل وهتبقى حلوة إن شاء الله الكلام ده من أربع شهور فبفضل الله اتفقنا على العملية والحمد لله ربنا كرمني وعملتها هنا بقى في حاجات واضحة تضخم في اللسان تمام مشاكل في الغضاريف كل ده احنا عارفينه لكن إيه الأكياسة؟ أكياس الهوى ده إحنا دي الغضاريف في عندنا زي ما قلت لحياتك إن الغضاريف الأنف فيها ثلاث أنواع أو ثلاث يعني فيه ثلاث رفوف من الغضاريف أو بيسمون قرنيات الأنف فيه السفلة والوسطى والجزء العالي فيها أو اللي هو آخر واحد الجزء المتوسط كتير احنا بنسميه الأكياس الهوى فدي لما بتتضخم إلى جانب الغضاريف لما بتضخم بتسد مجرى التنفس زيادة دي طبعا بتبان بالمنظار وإحنا بنعمل لها المنظار وبتبان كمان في الأشعة المقطعية عشان كده مهم جدا تشخيص المريض عنده إيه القصة ما هيش عملية شخير بنشيل لوز والعملية شخير بنعدل حجز أنفي القصة فين سدت في مجرى التنفس هي دي أهم ما فيه وأصعب ما فيه عمليات الشخير إحنا نشخص عنده إيه عشان لو ما شخصت صح أكيد يوم ما أنا هعالج أو يوم ما أنا هعمل عملية هتتعامل غير مكتملة لو تبقى النتيجة تقريبا صفر مدام عدلية الحقيقة كمان كان عندها مشكلة في اللسان ودي يعني من الحالات الأوليلة شوية مش كل العينين بنلاقي عندها مشكلة اللسان ودي بتبان في المنظار طبعا اللسان عندها كان متضخم في الجزء الخلفي اللي عندها وده كان بيقفل لها منطقة الهوى اللي هي اللي تحت منطقة الحل فلو كنا احنا عملنا كل حاجة عملنا لها سقف الحل وعملنا لها الغضاريب وعملنا لها الحاجة وكل الكلام ده اللي كانت عمل ويصيبنا الجزء بتاع اللسان اللي فيه السدة ولا كانت تتحسن خالص وهنا برضو الأجهزة مهمة جدا في حتة التدخل في عمليات اللسان عمليات اللسان من نهاردة ممكن نتدخل فيها بكذا جهاز على حسب المكان فين والحجم ايه عندنا من أول كنا مش تتغل بلك النهاردة طبعا أحسن بكتير في عمليات اللسان والجزء وبرضو الشيفر الجهاز الحديث اللي جدناه برضو ده ليه دور مهم جدا في عمليات اللسان وعمليات اللوز اللسانية اللي احنا شايفينه ده اللي هو الشيفر ده الشيفر بيخش داخل غضروف الأنف داخل غضروف الأنف وبيبتدي يعمل استقطاع أو بيشيل أجزاء من داخل الغضروف مع المحافظة على النسيج الخارجي لغضروف الأنف وده مهم جدا جدا طبعا الشيفر من الأجهزة المتميزة للغاية بالزبط جدا الكاشط ساموه الكاشط أيوة تماما ده الجهاز نفسه ده الجهاز نفسه باليد اللي هو إيه والكوبليشن برضو جهاز مميز للغاية الاتنين فكرتهم مختلفة تماما عن بعض تماما ده الكوبليشن باليد بتاعته الكوبليشن ده يعني بيعمل زي بيأكل خارجي أو بيقلل حجم العضو خارجي أنا مش عايزة أدخل في التفاصيل العلمية الحقيقة عشان يعني المشاركة تفرج علينا مش يقدر يستوعب لكن الكوبليشن بيشتغل في الجزء الخارجي بيقلله جدا الشيفر بيأكل بيأكل سواء كان فيه لحميات بيأكلها وبيأكلها ويشفطها في نفس الوقت وبيخرجها بيدخل جوه وظروف الأنف وبتدي يستقصل منه لأن أنا لو دخلت الكوبليشن الكوبليشن بيشتغل في درجة حرارة لازم يعمل درجة حرارة خمسين ستين الشيفر ما فيش درجة حرارة خالص درجة حرارة العادية خالص لأنه ما فيش فيه أي حاجات كيميائية بتشتغل أو تفاعلات بتؤدي إلى درجة حرارة فالجهازين مختلفين كفكرة كماما في حاجة في البطنة مهمة قوي أنه معظم كتب البطنة ما كنتش بتحط الشخير كواحد من أسباب للضغط العالي فلذلك بيخطرش على بال كتير من الناس أنها تشيك أب على الضغط بعد الشخير أكيد يعني عملت استاضي للحكاة أكيد طبعا ده إحنا عندنا علاقة وفيقة دلوقتي كنا في الأول بنقول الشخير بيرفع الضغط كل كتب أكيد بأنه بيرفع الضغط طب لو علجنا الشخير هو الضغط هيتحسن كتير حيث أنه يختفي تماما دي لو ما عنديش فاكتور أولي بالضبط هو ده اللي ابتدينا نكتشف في الفاكتور الأخرانية إن إحنا لو عناش فاكتور الثاني ما عنديش فاكتور جيني يعني ما عنديش عب جيني وراسي موجود سبب أو سبب قوي لش ضغط لا هيتحسن بالضبط لو كان الضغط بسبب الشخير لو عالجنا الشخير هيتحسن ودي كان يعني كنا بنلاحظها في الأول يا ربي طب يعني وكان العين هو اللي يجي يقول لي كان يجي يقول لي أنا على فكرة أنا كنت باخد ضغط ضغط بعد عملتش على فكرة ده سريعا جدا يعني ما بيقعدش مثلا 6 أشهر وبعدين الضغط يتحسن ده بعدها بأسبوع يعني العين يجي يقول لي أنا عملت العملية روحت قصة الضغط لقد قضي الضبط زي بيعمل العملية يقول لي أنا معدتي بتدي تتحسن بعد العملية بأسبوع مع أن ده ما كانش الواحد بيبقى واخد باله أو مديله الفترة الزمنية السريعة دي أو التحسن السريع ده ففعلا يجي يقول لي أنا بدل ما كنت باخد أرسين بقيت أخد أرس وبعدين الضغط ابتدى يتزبط يعني أسابق كانش بيتزبط ما كانش بيتزبط أبدا كان معها الأدوية ما فيه حاجة يسمعها resistant hypertension يعني ياخد الده ومش عايزي الأهم أسباب resistant hypertension الأوبستي الوزن الزايد جدا أو أنك معلكتش سبب التاني يعني معلكتش سبب الخفي في الموضوع زي مثل الشخير زي دي الشنان الكلوي ده يعني حاجة دي حقيقة دي حقيقة نهارده عينين الضغط الضغط كتير جدا أي عين بيجيلي لازم أسأله ضغطك شكل عام أو بيكتب يعني في الكارت أخبره إيه العلاج الضغط بيجيب نتيجة يقول لا كتير جدا لما الوقت بيزيد بيهم يقول لا الضغط بيقاش الضبط وضغط على ضغط بأدوية الضغط وضغط على دكاترة القلب وما فيش حاجة عايزة تثبطني خالص ده عين ده بفضل ربنا بيتحسن بعد العملية ضغطه بيثبت مع الأدوية وبيبتدي الضبط خلاص الدنيا عنده بتتظبط بعدها على طول إيه جزء في العملية اللي ممكن أو جزء في المشكلة ممكن فعلا يكون صعب شوف حاضيتك طالما التشخيص خدت فيه وقت مظبوط وتعبت مع العيان مظبوط وديت وقته مظبوط في كل شيء وقعدت أركز مع العيان أنا من كتير العيان منسوا يخشولي معا طفل صغير أقول له لو سمحت الطفل برا أنا محتاج أركز مع العيان محتاج أركز في كل الكلمة بتقولها أو الصغير بعمله تشتيت جدا جدا فالتركيز مع العيان عشان أشخصه وعشان أعمل منظار وعشان أطلع من العيان سبب المشكلة الأساسية فين سواء كان في كلامه أو سواء كان في كشفي أو سواء كان في المنظار أعتقد هيدي أصعب أصعب ما في العملية في عملية الشخير الجزء اللي بعدها هو تقييمي لحالة العيان وأنا شغاله جوه قط العمليات المستجداد المستجداد اللي ممكن مفاجآت ما إيه ما بتقاش مفاجآت أكتر ما بتكون تغيير في الستراتيجي وفي التدخل التجميلي للجزء ده هعمل فيه إيه طب أنا عملت فيه الحتة الفلانية أنا شايفه أنه هو مش أنا مش ساتسفيت به مش هو ده اللي هيريحني ويخلي عيني يتحسن مية في المية لا فمحتاج أزود هنا شوية محتاج أعمل التكنيك ده زيادة فيه محتاج أعمله واحد واثنين وثلاثة واربعة عشان يبتدي تحسن أشوف اللسان شكله عامل إزاي الجزء بتاعت الغدد اللسانية واللوز اللسانية شكله عامل إزاي الحقيقة الأجزاء دين هي اللي بتاخد مني وقت ومجهود زهني زهني وعصبي داخل داخل قط العمليات عمليات ممكن لها ساعة بس ساعة ما هياش أو ساعة ونص أو ساعتين على فكرة إنما ما هياش ب مش زي ما كنا بنعمل عملية إيه والزمان يعني زمان كنا ممكن نعمل عشرين تلاتين حالة في اليوم وبخرج ما فيش إجهاد ممكن يبقى إجهاد بدني لكن الإجهاد الزهني الحقيقة الواحد بعد عملية شخير بعيان يعني مش عايز أقول صعب لكن عيان محتاج تركيز الواحد بيخرج مهجة مهجة الزهنين جدا أنت نورت وأبدعتك العادة ربنا يا خلي حترككم مع يعني مدامة عدلية عشان تكملنا القصة فيما بعد طبعا ضيف العزيز الاسد الدكتور يشب إبراهيم استشاري الأنف والأزوان والخنجرة كان مبدعا كعاداته هي ومنيرا في الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور والحمد لله ربنا من عليا بالشفا والحمد لله والشكر لله أنا الوقت عايشة طبيعية نفسي مرتاح بعرفة نام بعرفة تحرق الضغط بقى ما كنتش مخليه على الضغط دا والله ما خليت عليه دكتور وكنت بقضله أربع برشمات في اليوم الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى الضغط الزبط معايا مية مية ما عنديش أي مشكلة في الضغط الحمد لله وفي جهة تبعية خالص ما فيش أي مشكلة بالنسبة النفسي أو مناخيري أو ضغطي الحمد لله حتى ضربات القلب كان يستريع عندي بفضل الله الضبطت وبجت زي الفجر وبجت طبيعية بفضل الله أنصح كل واحد عنده ظروف زي دي ما يستناش يعمل عملية ويعيش أيام ومرتاحة لأن أنا عانيت منها كتير وتعفت منها كتير ففضل أني محدش يخاف منها لأن عمر بيد الله والمفروض أن الواحد يعيش حياة طبيعية ومرتاحة ويعمل العملية في أي وقت من نسبة لي ففضل الله سبحانه وتعالى ربنا كرمني الحمد لله عملتها بأن أنا بشوف في التلفزيون بس يعني بصيت لقيت الدكتور بيشرح حالتي كأنه بيشرح حالتي كلها ففضل الله أنا أول ما شفت أنه بيشرح الحالة اللي أنا فيها دي فرحت على طول وربنا كرمني وعمل العملية بعد ما طلع لي بلاوة بصراحة بصراحة متخيل أن أنا عندي كل هذا ففضل الله ربنا كرمني والحمد لله عايش حياة طبيعية ومبسوطة وزي الفل مع التسليم بأن الأعمار بيد الله وأخذم بالأسباب العلم بيقول أن السمنة المفرطة تخفض من متوسط العمر المأمول بمقدار عشرة أعوام معلومة لا تثير أي دهشة مع القائمة الطويلة من الأمراض والمشاكل الصحية اللي بتسببها السمنة في أعضاء الجسم بشكل عام نمط الحياة الحديثة المرتبط بقلة النشاط البدني مع الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة مرتفعة السعرات الحرارية هو المسؤول الأول إلى جانب بعض الحالات اللي سبب سمنتها أمراض نفسية أو أسباب طبية أو عوامل وراثية ومهما كانت الأسباب فالنتائج والمضاعفات للسمنة المفرطة خطيرة جدا في كل الأحوال يهدد جودة الحياة بل يهدد استمرار الحياة في حد ذاته أهلا بكم الإنسان بحس في الزمن بتاعنا ده أنه هو ماشي كده في الحياة محاط عارفين الزومبي بزومبي كتير قوي من كل الأنواع وفي كل يعني زي ما يقوله الأصناف في الحياة لكن الزومبي اللي قصدي عليهم هم أكياس أكياس مغلفة ومعلبات من كل أنواع الأطعام ادخل أي سوبر ماركت في العالم المشكلة دي عالمية هتلاقي السماء مبهر شكله مبهر يبدو مبهر لكن اللي انت شايفه ده كوارث حاجات شوف البنت بنوتة تختوخة سمنة والأم تختوخة وعمال البنت تملة في العربية حاجات الأم طبعا نظرتها يعني البنتها نظرة يعني غريبة يعني مزيد من الإحساس بالزنب وفي نفس الوقت الخوف على المستقبل والبنت طبعا لاحق يعني هي بتبصلها كأنها بتقولها انت اللي علمتيني ده انت هي بجد ده التعبير الناس دي بتعمل فيديوهات حلوة جدا بس هم اللي حطوا هم اللي لعبوا اللعبة وحطوا قواعدها المصانع الكتير جدا للبطاطس اللي هي رقائق البطاطس المغلفة المصانع المهولة للشوكولاتات بأنواحها أنواع لا حصرة لها من مش عارف إيه الحلويات البسكوت جوه والشوكولاتة برا والشوكولاتة جوه والبسكوت برا وعملة زي كده وعملة زي كده كل ده سمنة مفرطة خطيرة جدا جدا وسكر وضغط وتصل بشريين ومشاكل بشريين قلب في الشباب إحنا كل يوم السوشيال ميديا خلتنا كلنا قاعدين في غرفة واحدة وساعات الغرفة بتقلب بصوان عزة واحد وده يعني خلينا نشوف نعرف بقى الأخبار أو البول كل شوه شاب الفلاني ده وهو عنده حاجة وثلاثين سنة توفى شاب الفلاني ده عنده مش عارف ربئين سنة توفى فلان عنده ثلاثين سنة توفى ايه جماعة في ايه ايه هي المسألة اعمار بيد الله وكل اجل انكتاب استغفر الله العظيمة رب محدش هيقول غير كده لكن محدش هيقول ان اللي اللي جات له سمنا مفرطة انه ده ما تقتلش ده اتقتل انا في رأيه علميا طبيا كل الاطباء هيوفوني في الكلام ده اتقتل ازاي مين اللي قاتلوا اللي قاتلوا التصرفات الخطأ اللي قاتلوا الاكل المعلق اللي قاتلوا الفاص تعالى بقى اعلمك وقديك شوية انظمة كده وبرطمان في شوية اعشاب هم دول هيخصصوك كل دول شاركوا في الجريمة النهاردة الخاء مهم جدا مع ضيف العزيزة القمة العلمية الكبيرة الاستاذ الدكتور كريم صابري استاذ جراحات السمنة والمناظر بكل الطب جامعة انشامس المدير لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوية النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بينجلترا عضو كلية الجراحين الامريكية والحصل على تصنيف جودة دولة في جراحات السمنة اهلا بيت اهلا المريض الذي يعاني من صهمنا مفرطة قد يكون ضحية لكثير من النصابين وكثير من المجرمين في حقه في حقه من ضمن المجرمين في حقه ممكن يكونوا اهله علموه هو يأكل بالطريقة طبعا يعني اهو طبعا في البداية انا طبعا يعني لا يخفى لأحد طبعا المساببات اللي سمنة المفرطة في العالم المميكن العالم اللي هو المليء بالمشاكل اللي يمكن حق ذكرت الموظمها لكن هو في النهاية انه منذ يعني ازل الازلين وكان فيه مرض مشهور جدا اسمه سندروم اكس اللي هو كان مسمينه اكس اللي هي مجموعة من الضغط والسكر والكوليسترول متلازمة اكس المتابوليك سندروم كان مجموعة ضغط وسكر وهيبر كوليستروليميا وبستي وليه بقى كان بيجوا مع بعض ومحنش عارف فيه السبب يعني طبعا ده المتابوليك سندروم ده مجموعة من الامراض لما تصاب بيها انت عرض الاصابة بامراض القلب اللي هي ربما تكون سبب بقى للوفيات فيما بعد باكتر من تسع اضعاف الانسان الطبيعي كلما زارت فتم اكتشاب بقى حريسا من الناس كلها عارفة بقى دلوقتي ان السمنة لما بتزيد وخصوصا سمنة البطن البسر كلما زارت كلما زارت الدهون كلما زارت فرصة تعرضك بقى للمشاكل اللي هي بتاعت السكر والدغط والجوليسترول كلما زارت برضو فرصة تعرضك لي مشاكل القلب ودي يمكن الميتابوليكس سندروم واحنا في جراحات سمنة مش بس جراحات السمنة هي جراحات السمنة والسكر او جراحات السمنة والايد او الميتابوليكس سيرجري اللي هي مش بس احنا بنتعامل مع انقاس وزن لا ده احنا كمان بنتعامل مع علاج للامراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى هو ما كانش الوزن هو هو الوزن واحد سيء مثلا واحد وزنه 160 كيلو ده مريض سمنة مفرطة وعنده سكر وضغط فده مريض سمنة وسكر وضغط انت من الناس المعروفة انت عمانات سمنة طب انا دلوقتي عندي سكر بس وعند شوية وزن بس مش دول بتوع سمنة المفرطة انا وزن مستي 90 كيلو زايد 20 كيلو عن الوزن الطبيعي وعنده سكر تتعامل بقى المتابوليك سيرجري في الحالات اللي دي يبقى هو ده هدف اساسي لجراحات الايد او جراحات السكر او الجراحات اللي تتعلق بالامراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى لو ما كانش عندك وزن زايد ازد من الطبيعي ويمكن الافسو او الفيدروليد دولار جراحة السمنة والسكر من ايام مدريد كان من اربع سنين او ممكن من ثلاث سنين كانوا طبعا طلعوا استيتمنت انه الناس اللي هي وزنها الكتلة بتاعتها اكتر من 32 والسكر غير منتظم انت متجتاز انت انتظر الوزن الاعلى من كده مش وزن 32 يعني اصلي الكتلة الكتلة يعني الوزن غير متناسب بالزبط اه 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 بالزبط فده ربما يكون عندك 15 كيلو في الوزن الطبيعي سكرك مش بالزبط انت من الناس اللي تعمل عملية ده علم يعني طب انا طبعا مش ده انا اقصد ان جراحات اللاجية زي عملية تكنيم المعدة او تحويل المصارف الناس المصابب بالسكر بس مش لازم يكون عنده سمنة مفرطة ده وضع قائم ده اجراحها يعني بتتعمل لان انت بتوصل لارقام مخيفة للسكر التراكمي وتبقاش عارف تعمل لها ايه السكر والله انا بلاقي سكر التراكمي بتاعه 14 14 و13 انت عارف من 10 سنين من 10 سنين بالزبط كنت تشوف السكر 12 او 11 ده مرة كل سنة مرة كل سنة شوفوا واحد او اتنين مرة كل سنة ده قد تشوفهم عادي ايوة لا كتير جدا واحنا احنا نشوفه اكتر كمان ممكن عشان اسلمنا المفرطة احنا منلاقي الارقام دي في المتوسط العادي يعني طبيعي وممكن اعملين حاجة اسمها ديرمسكور اعملين سكورينج سيستم يعني بنشوف ااا اا اا اد ايه من الناس يعني كان عندها سكر في درجات مختلفة وابد ما بيستفيد بنسبة اد ايه لان طبعا كلما كان كان تقدمك او طالبك للعلاج بادري كل ما كنت اكتر يعني واحد بقول لانا هستفيد ايه من العملية دي في انت في سكورنج سيستم بالنسبة للسكر بتاعك انت تاخد نسولين ايه سنك ادي ايه بقى لك ادي عندك سكر كل ما كان البرامتور ستبعتك دي احسن ما انت ممكن توقف علاج من تاني يوم اتأخرت ووصلت بقى للدرجات المتقدمة من السكر هتوقف المضاعفات هتنزل الوزن الزايد هتوقف السكر عند حده لكن ربما توقفش علاج ربما تستمر مثلا على الاقراص ربما تستمر على جرعة يعني قليلة من الانسولين لكن سكورك بقى لعشرين سنة تقضي جرعة علاج من الانسولين فاصدي انه يعني نطلب طالب الالاج في بدري هو يعني بتحمي نفسك من المشاكل ومتوقعش مضطر تعملها بصورة اضطرارية فيما بعد في حالة كمان قليل لما بنتكلم عنها التواء المعدة الناس كثير على فكرة الكلمة دي بالنسبة له اول مرة يسمعها حتى اللي بيتفرجوا علينا باستمرار هيقوله اول مرة ده ايه اللي التواء بتاع المعدة المعدة بتلف اه ده موضوع شايق جدا والحقيقة هو يمكن ليك جراحيا يعني والمرضى مقلم جدا معلش يعني طبعا هو الالتواء ده ليه اسباب انه احيانا قد يكون سببه جراحي سببه جراحي بحت يعني ان المعدة مقصوصة طبيعة المعدة واحنا بنقصها المفروض بتاخد جدار المعدة من فوق اللي هو الانتيريور سيرفز بتاع المعدة زيه بالضبط زي الانفيريور سيرفز الاتنين يكونوا قد بعض انت بقى لو قصيت من فوق اكتر او قصيت من تحت اكتر والاتنين اناكوال يعني اتلاقي المعدة بتارت تلف تلوي نفسها كده الحكاية دي عشان انت فهموه كويس قوي زيه البنطلون 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 له اتنين سيرفز ومتخيط من الجنبين صحيح فيه ساعات يعمله البنطلون غلط ده يلف البنطلون مشكلات اتباع دي انه صعب تشخيصه يعني بيبقى عنده صعوبة في الاكل بيأكل وبعنده مغصة بتحصل طول الوقت يقوم يروح لحد بتاع منظير مش بتخصص في السمنة او مش عندوش دراية زينا يعني بجراحة السمنة فيقوم يدخل بالمنزار ويلاء المعدة يعني يعني مقفولة شوية يقوم يلف بالمنزار ويعدي هو بالنسباله طالما عدى بالمنزار خلاص كده يعني الدنيا كويس هو الالتواء حاجة وظيفية يعني انت مش حاجة اورجانيك يعني هو مفيش دي فعلي في المعدة هي المعدة ملوية يعني انت لو لويت المنزار زيها يعدي فيها فيقولك انت كويس تعال بقى اعمل اشعة اعمل جاستروجرافين او اعمل دايستادي بتلاقي لو حد برضو مش اكسبيريانس دي نعف الموضوع ده برضوش يلقطها يعني اتلاقي استبغى مع الدية انت استبغى مع الدية ما خلاص انت كويس استبغى بتعدي مع عصرة مع يعني تلاقي تعبان وتلاقي الاستبغى وصلت وبعدين عشان المعدة تنقبط جامد تعدي في يوم ارصى وبعدي فبقوله انت بتاكل وبقوله اه باكل بس برجع وبتعبان بس بعد فترة بيحصل لمغصى وبتعدي الاكل يعني اعمل منزار اتلاقي كويس اعمل دايستادي ما تلاقيش كويس مش اقفش هي الا الجراح المحترف يقفش الا وفي اشعة على فكرة يمكن اتعملت المستانوات اللي فات بقالها فترات كبيرة وجيد جيدة جدا في انها تشخص اللي هي الستيفولومتري او اشعة مقطعية سلسية الامعاد بترسم شاكل المعدة الملوي بيبقى واضح جدا احيانا ما بقاش السبب جراحة خالص يعني وخصوصا ده في السن الصغير مش تخوفا للناس يعني احنا دلوقتي عملنا الموضوع ده بقى انا يمكن اكتر من ست سنين بنعمل حاجة اسمها اومنت الفكسيشن عشان تتفادى ده بتقوم تسبب طبقة الدهون او القص المعدة قصة مزبوطة وهو تاخد طبقة الدهون تخيطها على السوتشور لاين كله على المعدة كلها تقوم فرد المعدة كده مزبوطة استحالة انها تتلوى ليه لان احنا فيه تنشن على كل السوتشور لاين فرد المعدة مزبوطة فيه شد على كل خط التاباس فالشادة دي تخليه مينفعش COME YALUyeah يعني فيه طريقة انا احكى الحاجة عليها يمكن... ده سوتشور لاين ده الخط بتاع داباس الى على اليمين dه اللي باين قوي انه شوunya اوه عن يمين الشاشه اوه على يمين الشاشة اللي وإحنا بصين من ناحية اليمين هو ده السوشل لاين. ده لما بتثبت عليه طبقة الدوم بتشدها بتفريدها طول الوقت وتحتفظ بقى بالسي كيرف بتاعها ده يبقى مصبوطة. بيحصل التوقع مشهور جداً في الأطفال اللي هم ما بين سنة عشر إلى عشرين سنة بتلاقي فعلاً المعدة طرية لدرجة أن انت لما بتدبس بتلاقيها هيئة فعلاً بتتكارمش على نفسها. انت ما انت سايف فيها دي ولا سايف فيها حاجة ومقصوصة المعدة زي الفل كويس. بتلاقي طفل المعدة بتاعته يعني جدار المعدة مش سميك يعني. بتلاقيه يبتدى يكرمش على بعض. كرمش المعدة دي بعد شوية بحصلت فيها شوية لسقات ويوم الكبد اللازق عليها من فوق خلص. ما كرمشها عامل بقى لشوية الالتواء دول. طيب احنا بقى في الناس دول الحل الوقائي للالتواء هو تقنياً ان انت تقص المعدة قصة مزبوطة النمر التانية تسبب طبقة الدول على المعدة من فوق لتحت بحيث ان تشدها بحيث ان هي ما تلويش على بعضها. طيب انا دلوقتي حصل الالتواء حصل الالتواء احنا انا يعني قدمت يمكن في الاسابة علمياً حتى الان الالتواء حلوا تحويل مصار معدة كلاسيكي بايري سيرش يعني. كل العالم بيعمل كده واحنا بنعمل كده وانا يعني. بنقلب الماء العملية من تكميم الى تحويل معدة كلاسيكي تسيب بقى الالتواء افتحت وتقوم اقص المعدة مفوعة من تحويل مصار معدة كلاسيكي. هيتفضل لنا مشكلة دلوقتي لو انا عندي ولد صغير او بنت صغيرة في سن العشرينات مش عايز اعمل لها تحويل مصار وانا يعني عاملت عملية تكميم عشان انا عملية خفيفة وحصل الالتواء مش عايز اعمل لها تحويل مصار في حل احنا انا عملته ونشرته ان احنا نعالج الجاستريكت واست بطريقة سهلة جدا سهلة جدا ودي اتنشرت يعني موجودة على الممكن نبحث عنها ونجيبها الجاستريكت ان احنا دلوقتي انا دلوقتي ما عنديش دي والطريقة دي انا فكرت فيها يعني والحقيقة شغالة بس انا معرفش على المدى البريدة يحصل ايه يعني في المستقبل يعني معرفش لكن هي الحقيقة فعالة جدا وامنة تماما وسهلة جدا دلوقتي انا عندي التواء وظيفي يعني التواء وظيفي يعني انا معنديش دي اصلا في المعدة تقوم تدخل انت تدخل ب طالما ما عندكش دي بسيط انت تدخل تفرد المعدة وتسلكها من التلافات التلافات اللي حواليها تقوم فارد المعدة فردة بسيطة ايه اللي هيمنعني من ان انا المعدة تتلوى تاني تقوم تثبتها تعمل جاستربيكسي تلات غرز غرزة ما بتدوبش تثبتها في الحجاب الحاجز من فوق غرزة تثبتها في البانكرياتيك فاشيا وغرزة تثبتها في الميزو كولون من تحت يبقى انت كده عندك تلات غرز سابتين برولين عادي جدا سهل جدا وارخص جدا ما فيش حيكة خالص غير مكلف تماما وبيحتفظ بالتكميم زي ما ايه مش بس كده ده انت تاخد المعدة بعد ما تفردت وفكتها من التسقات وثبتتها في مكانها الاماكن السابتة اللي ما بتدوبش ثم تثبتها كمان في منديل البط يبقى انت عندك حاجتين يثبتوا المعدة هعملنا سيريز كتير على الموضوع ده والموضوع ده ناجح جدا تعمل تحول المصور مع ده كلاسيكي الوفشن ده بقى مخيف جدا للأب اللي عنده ابنة او البنت اللي هي عمل التكميمة عشان خفيفة فهنا مش عايز اعمل تحول المصور ما عندكش حل يا دكتور ان احنا نعمل ده لا في حل اللي هو حل علمي يعني مع ابو واثنشر حل جميل اللي هو ان انت تعمل جاستروبيكسي تفرد المعدة مضبوط تعمل جاستروبيكسي وتحط اومنت الفكسيشن عليها كلام علمي انا عارف صعب شوية بس ربما يكون نافع للناس اللي عندها المشكلة المسألة سهلة اوي مسألة سهلة اوي زمان كان عندنا حاجة اسمه الخرايط الخرايط دي تجيب الخريطة وتيجي في حصة معانا كده الخريطة دي بتبقى كبيرة كده وملفوفة كده فلما بتيجي تفردها خريطة بطبيعة الحل لانها كنت ملمومة هترجع التلت لامة تاني فبتعمل ايه الحل كان بسيط اوي تكيب حاجات تقالات كده تيجي على اطراف الخريطة وتحط طقالة هنا طقالة هنا طقالة هنا من صح حكور نامة ايه نفس ال苍ب يا نفس الفكرة اه المعدة هتلم هتلف في كتاب هت settlement فانت بتثبتها في النقاط معينة بتثبتها في النقاط تحت في الجزء المحيط بالبنكريات من غلاف اسمها بنكريات كفاشي بتثبتها في النقاط تانية وبتثبتها فوق في الحجاب الحاجز خلاص آخر نقطة فردت مظبوط جدا وده توصيف جميل جدا أنا بس عايز أكد على الأطباء أو أكد على المرضى بوده إن ده اللي هو الالتواء الوظيفي اللي هو الـ لكن لو عندك دي في المعدة واضح في المعدة المنظور ما بعديش فيه أنت محتاج كده تحول مصار كلاسيكي من الأصل ده إحنا قدمنا الحل ده إن ربما ينفع به الناس طبعا وينفع به الحاجات ده من الحاجات اللي احنا أنا مبسوط يعني إنها إن شاء الله تكون مفيدة بإذن الله أنت بتسعيدني بالحوار الآن معك جدا وبتضيف كل حلقة جزء كده بيوسع معلومات ومدارك الناس المتابعة جيدة لجراحات سمنة وشباب الأطباء المهتمين بالجراحة أكيد اللي دخلين عالم الجراحات السمنة لسه نواب أو لسه بيذكروا منشستير هستفيدوا جدا من حلقتك لأنك أنت بتديهم بعض التركات عشان يبقى فاهمين أبعاد هذه الجراحات إنها فيها أبعاد مهمة جدا من ناحة العلمية سواء الحدث أو حلوله وده شيء مهم جدا وده رفعنا بيبقى في أستوى الحوار مش هتلاقوه في أي حتة في العالم اللي هو إحنا بنفترض كل الاحتمالات وكل السيناريوهات المحيطة بجراحة السمنة وبنشوف كيف يتم التعامل مع حلوله مش مجرد أن احنا بنبسط الأمور تبسيط يخل بقيمة هذا العلم العالمي الكبير المتورامي الأطراف اللي هو جراحات السمنة طيف العزيز واحد من نجوم هذا المجال في مصر والوطن العرب لسوء الدكتور كريم صبري وستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة إنشامس والمدير لوحدة جراحات السمنة ومستشوهد النيل وزميل كلية الجراحين لملكيين بإنجلترا نورت في الدكتور خليكوا دايبا مع الدكتور أنا اسمي سعيد حمدا سعيد العربي عندي 13 سنة وأعمل عملية تكميم تكميم مع دكتور كريم صبري كنت قبل العملية 105 دلوقتي بعيت 75 كالو وأنا كنت قبل العملية كنت زدت في الفترة اللي فقفت قبل العملية فراحت عملت تحديد سكر فطلع عندي بوادر سكر فأنا قلت ما ألحق نفسي قبل ما السكر ييجي عليا فجيت لدكتور كريم ودكتور كريم قال لي لازم تعمل العملية وقبل العملية كان صحابي يتريعوا عليا يعني على طخن شديد وكده دلوقتي ما بقاش يتريعوا عليا واللبس تماما اختلف اللبس عن قبل العملية بعد العملية ومبقاش حد يتريعوا عليا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم انا في رأيي ان الراجل محاصر يا جماعة انا في رأيي ان الراجل في زماننا دوت يعني باللغة البسيطة خالص الله يكون فيه هنا لانه العوامل التي تؤدي الى احداث مشكلة في القدرة الجنسية لانه دلوقتي كلمة ضعف جنسي كلمة بتختفي شوية من الطب دلوقتي هي بيسموها الريكتايل ديس فانكشن عدم القدرة الجيدة على الاداء لانتصاب المناسب ده المعنى العلمي محاصر باكتر من عامل ما بين عوامل في الكوليسترول وضغط الدم والسكر دي تقدر تقول كده هجوم من اشياء احنا ما نقدرش نتفاداها في معظم الاحيان الضغط ممكن تتفادا لو انت الرياضي قوي سلم قوي لكن في الوزن الزايد وفي العوامل الجينية السكر والضغط لكن في عوامل تانية توتر الاكتئاب المخدرات والتدخين دي عوامل انت بيجيبها لنفسك فالانسان او الراجل الزمن ده زي ما نقول لكم محاصر حصار عنيف من حاجات من الامراض التي تؤثر على القدرة الجنسية وايضا محاصر بسبب انه ممكن يدخل في ضيلمة خطيرة جدا اسمها انه يجيلي اكتئاب بسبب الضعف الجنسي فالاكتئاب يزود الضعف الجنسي ياخد ادوية اكتئاب فاتأثر على القدرة الجنسية حاجة مخيفة للغاية يبدأ راجل مرحلة العلاج اللي هنتكلم عليها بالتفصيل النهاردة لكن قد يكون العلاجات الدوائية او الحقنية مش جيدة مش مفيدة فنصل الى مرحلة معينة يبدأ تساؤلات كتير الدور حولها ومرحلة انه يركب دعامة هل الدعامة هي الطريق الاول لا ده الطريق الاخير الطريق الاخير اللي مين طب تصلح لمين طب ما تصلحش لمين طب الدعامة لها مضاعفات مين اللي يركبها مين اللي يتعامل معها طب اللي حالات فشلت في الدعامة واحد يركب دعامة وطلع مش بيقول لا انا ما اتبسطش لانه لا كاب عند غير متخصص ولا ما كانش يصلح له ولا تركبت بشكل غلط ولا كان نوع انه الدعامة نفسها مش جيد سئلة كتيرة قوي في المنطقة دي خلي بالكم انا بدأت الكلام بان الرجل محاصر وده هيكون اول سؤال غالبا في حواري مع ضيفي العزيز ضيفي العزيز اسمه متميز في عالم التعامل مع هذه المشكلة الطبية الكبيرة عالم الزكور اسم علمي متميز للغاية هيسعدني بحوار اكاديمي على مستوى راقي طبعا هو الاساس الدكتور احمد عادل مدرس امراض الزكورة بكل الطب بجامعة القاهرة اصر العين واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل جمعية الاوروبية للصحة الجنسية اتنام بيك الدكتور اهلا دكتور عامل منورني عايز ابدأ الاول بكلمة الضعف الجنسي هل اصبحت كلمة مندسر يعني دلوقتي اموتنس اختفى وحطينا بدلها في الكتب كلمة اموتنس ولا دي السبب الكتب لا هو طبعا فكرة اموتن دي بطلنا نستخدمها خلاص اموتنس كلام كله على اموتنس وهو مرض الحقيقة دلوقتي بقى زي ما حكذا قلت نتيجة الضغوط العالية نتيجة الامراض المنتشرة بقى مرض شائع لكن دايما زي ما نؤكد انه هو شائع هو كمان له حل عشان كده دايما لما بيجيلي مريض ويقول لي يعني انا كده يا دكتور مانيش حل خلاص يبقى انا كده خلاص كده انسى الموضوع ده بنقول لا دايما انه لا العلم تقدم جدا بقى عندنا وسائل كتيرة ممكن تحل المشكلة فعشان كده دلوقتي يبقى مصطلحة ضعف الجنس على قد ما هو منتشر على قد ما دايما بنقول انه لي حل مريض هيجيلك عملنا له الأشياء عنده حالة مرضية هتبدأ تختار او ترسم قدامه الحرام العلاجية او الاساليب العلاجية دايما المريض بيطلع في كتير من الاحوال يقول لك نتاية مش عارفة تعاليك ازاي هل لانه الدكتور ما شرحلوش ولا هل لانه مراحش المتخصص الحقيقة الاولانية يا حب انه مراحش المتخصص مشكلتنا برضو في المجال بتاعنا يا دكتور ايمن انه اللي بيتكلمه فيه كتير ومش دايما بيكون عنده خصص درجة الضعف اللي موجودة عنده شرحت له فرصه في كل طريقة من طرق العلاج هيبقى واخد قراره على بينا وهبقى موضح له كل الامور بنرجع تلك نفس النقطة التشخيص هو الاهم انا بعديه هقدر اقول للمريض احنا دايما بنتكلم نحنا عندنا تتلقى الطرق لعلاج الضعف الجنسي لعلاجات الدوائية وهي مش بس ان المريض ياخد منشط جنسي لان دي مفهوم خاطئ لعلاج الدوائي ده علاج دوائي كامل مكمل لبعضه يشمل ادوية لزيارة ضخ الدم يشمل ممكن علاجات هرمونية الحاجة التانية الحقن الموضعي من طريقة القديمة الجديدة واخيرا التدخلات الجراحية اللي هي زرع الدعمات الحكاية بتعتمد هو احنا واصلين فين في درجة الضعف بمعنى لو انا قدام قصور بسيط في ضخ الدم ده ممكن علاجه بالعلاج الدوائي لكن في بعض الاحيان بيبقى الوضع متقدم شوي او متأخ خنيئة شوي فده بيستلزم اجرات اكثر تدخلية قد نصل فيها لمرحلة الدعمات طيب هنروح للدعمات بس انت قلت جملة اثارت فضولي جدا الحقن القديم الجديد صح والادوية اللي مش بالشرط بس يكون محفزات لتوسيع اللي هو انتفوسشو ضاية ستريس صح بزبط احكيلي بقى بسرعة قبل بروح للدعمات احنا حاليا يا دكتور ايمان يعني كنا لسه عندنا مؤتمر الجمعية الاوروبية للصحة الجنسية والوقت اللي احنا فيه ده بيسموه the era of the poor responders او عصر الاستجابة الضعيفة على المناشطات الجنسية احنا عندنا ازمة كبيرة حصلت من ظهور هذه المناشطات ان تم استغلالها بشكل سائق للغاية لدرجة انها بتتاخد من صديق لصديقه او صيدالي لواحد معدي بدون الرجوع المتخصص فبنشوف كل يوم في عياداتنا ناس بتاخد الحباية بقالها سنين وفجأة ابتدى التأثير بتاحها يقل قد تصل ودي مش مبالغة ان مريض ياخد في المرة اربع حبات ومش جايبة نتيجة وابتدى يفكر انه دلوقتي ممكن يزور الدكتور فده ادى لإيه محدش بقى بيستجيب على الحباية بنسبق كبيرة era of the poor responders فرجعتنا لوسيلة كنا بنلجأ لها قبل ظهور هذه هي الأدوية اللي هي الحق من الموضوع لشكده هو القديم الجديد هو كان موجود من أول السبعينات مع نهاية التسعينات بظهور الفوسفو دائس ريزن هيبتر استراجع لكن حاليا نتيجة الـ poor response على الأدوية دي الاستجابة الضعيفة عليها رجعنا له تاني والنقطة المهمة فيه بعد إذن حضرتك لأنه برضو ناس بتوسيق فهم النقطة هو مش معناه ان كل ناس بتستجيب عليه حسب درجة الضعف إمتى العيال يعمل دعامة يعمل دعامة لو درجة القصور اللي موجودة لا تستجيب على علاجات دوائية أو حتى حقن موضعي وفيه نقطة أنه فيه بعض الناس بتيجي تقول لنا طب بص يا دكتور لأن الحقن الموضعي مش كل الناس بتحب الفكرة فكرة الحقن عندها اللزوم فلو الاستجابة على علاج الدوائي كانت ضعيفة والحقن الموضعي جاب استجابة ضعيفة أو مرفوض كوسيلة علاج يبقى ساعتها لازم هلجأ للدعامة اللي يحدد ده المريض والدكتور حسب درجة القصور مش مجرد رغبة مريض أنا بيجي لي كل يوم ناس ولي أنا عايز أركب دعامة يا دكتور لا أنا طبيب مش فني فأنا بركبها لك لو أنت طبيا تحتاجها أنا عايز أأكد على النقطة دي بس أنت قلت نقطة علمية حلوة حوارك ما شاء الله يعني ممتع بالنسبة لي علميا جدا حتى اللي أنت قلتها الدعامة إذن ليست بعد تجربة دوائية يعني إيه يعني مش مديلوا الدواء فما يستجبش فلجأ للدعامة دي أنا من الأول ممكن أحدد إنه ما ينفعلوش بالظبط كده بالظبط كده دي نقطة في غاية الأهمية في بعض المرضى بيجي يروي بس يا دكتور أحمد أنت قلت إن إحنا ممكن نجرب دواء الأول بقوله أنا كأمانة مني لازم أقول لحضرتك إن حالتك دي مش هينفع معها دواء وإن أخدان الدواء فيها تضيع للوقت وإهضار لوقت ولفلوس حالتك تستوجب تدخل جراحي مباشر اللي بيحددها مش أنا ولا حضرتك اللي بيحددها طبيقة حالتك اللي مبنية على صحوصات اللي إحنا اتفقنا إنها يجب أن يكون بيها متخصص من أكتر العمليات اللي حواليها جدل وحواليها سئلة كتيرة فإن عندي كما سئلة كتيرة جدا السؤال الأول يعتقد البعض أنه بعد الدعامة يذهب الإحساس الرجل يتحول إلى إنسان إلي وده تخوف كبير جدا عند الرجل وربما عند الستة كما دي حقيقة دي حقيقة حقيقة إنه الموضوع ده عاري تماما عن الصح دايما بقولها المريض عندي الدعامة فقط هي بتحل الجزء الخاص بالانتصاب أما الإحساس الشهوة القصف التبول يعني بيجيلي مريض يقول لي يا دكتور رحمد هنا لو كبت الدعامة هين فأخلف آه طبعا إيه فأتخلف لأنه منهاش أي دعوة بالمجرى المنوي منهاش أي دعوة بالخصية منهاش دعوة بإحساسك بمتعتك بالنشوة سواء ليك أو لمراتك تماما هي بيلي عن الموضوع السؤال التاني خاص بالمرأة يعني برضو يعتقد المرأة وتعتقد المرأة أنها هتكون بعيدة كل البعد عن المتعة دا أنا دايما بقولها برضو المريض حضرتك بعد زرع الدعمات أنت بالنسبة للزوجة بتمارس الجنس زي ما طول عمرك بتمارسه مفيش أي اختلاف بيترق هي هتحس بي أو هيخليها تشعر بعدم ارتياح في ناس بتتخوف من الدعمات كفكرة علمية خصوة المتبحرين في العلم يقول لك ده جسم غريب هتحط جوه جسمي فأنا خاف من الانفكشن من العدوى وده فكرة علمي الحقيقة أن النقطة دي مصار جدل كبير والحقيقة أن الناس عندها حق فيها شوية لأنه دايماً وريب يقول لي طيب والجسم هتقبله يا دكتور ولا لا ودايماً بؤكد أنه والجسم هتقبله طالما أن العملية اتعملت في ظل ظروف مهيئة أهمها مثلاً يعني أنا وحضرتك أكيد سمعنا كتير عن مرض عملوا عملية دي ممكن يكون حصل لهم مشاكل أغلب هذه المشاكل بتيجي نتيجة يا إما أن المريض داخل مش متحضر كويس وأشهر حاجة يا فندم السكر أكبر غلطة بتتعمل أن الدكتور يدخل مريض يعمل العملية على سكر مرتفع أنت بتزاود الريسكوم انفكشن أو حدوث الالتهابات بنسبة مرعبة قد تحتاج في بعض الأحيان لإزالة هذه دعوانة حاجة تانية المهمة ودي بنؤكد عليها بشكل كبير قوي مكان العملية العملية دي أنا بسميها دايماً العملية اللي بالشكة والسكينة يعني على قد ما هي بسهلة وبسيطة هو بيلعب دور كبير فإن الموضوع يعدي بسلام وبخير من غير أي مشاكل مشكلتنا برضو في بعض الناس حصل لها مشاكل لأنت عملت في أماكن غير مجهزة عمليات ده أنا اللي قلت في الأول لكن مش معقمة مش معقمة كويس وعشان كده دايماً بنسترس على موضوع التعقيم ده في غاية الأهمية تلورتنا وأسعدتنا بحوارك العلم دايماً الأكاديميين لهم أسلوب متميز وهذا هو الحوار الذي أفضله دايماً مع ضيف العزيز الأستاذ دكتور أحمد عاد المدرس أمراض الزكورة بكل الطب أسرعين جماعة القاهرة استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل الجماعية الأوروبية للصحة الجنسية كان ضيف فيه الدكتور خليكم دايماً مع الدكتور أطم الأسنان الأولى ظهرت في إيطاليا سنة 700 قبل الميلاد كانت عبارة عن أسنان بشرية مع قطع من أسنان الطور وفرس النهر وعاج الفيل محشورة في أسلاك من الدهب وكانت بتفوح منها رائحة كريهة وشكلها كانشاز ومفتعل التقنيات الحديثة دلوقتي وفرت طرق كتيرة متنوعة في مجال تركيب وزراعات الأسنان مبقاش بس طريقة لإعادة تأهيل الأسنان لكن كمان لتجميل الأسنان والحصول على شكل أجمل وثبات ومتانة وراحة وإحساس طبيعي أهلا بكم من نهار دا يوم مهم جدا في عالم طب الأسنان طبعا لكن خلينا أقول لكم حاجة لطيفة جدا يقول لك إيه دراسة أثبتت أن أصحاب السنان اللي مش حلوة أقل فرصة في التعارف عملوا تجربة جميلة جدا مهندسة مدارين بيرد ومدير التسويق بتاعة البروجيكت دا اسمها إليزابيس هلي دول شباب واحد خمسة وتلاتين هو خمسة وتلاتين وهي تلاتين عملوا تجربة لطيفة عملوا حسابين على الفيسبوك وواحد منهم بصور سنان حلوة والتاني بصور سنان مش حلوة مجرد بس تغيير السنان هو دا اللي عملوه بس لو أنه خلال اسمها واحد اللي ابتسامة الحلوة جابت لهم 1500 رسالة لحسابتهم الحسابات التانية أو الحساب التاني اللي فيه الابتسامة اللي مش حلوة جافي 140 من 1500 لمتين واربعين أنتم متخيلين ضيف العزيز الزميل والصديق العزيز أستاذ دكتور نور الدين مصطفى فارق جبر كده بين تجميل الأسنان وتشويه الأسنان تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل الأسنان دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفجن اللي تقدر تحوله من الشكل اللي مش مزبوط لشكل جمالي متناصر ده إجراء مهم جدا ده حاجة في وشي أحنا بنتعامل دايما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك ضايفي العزيز دكتور نور أهلا بيك ومنور الدكتور وحشني وحشني جدا جدا زراعة الأسنان أنا حاسس إنه فيه تخريف بتتقال أنا حاسس إنه فيه غلطات جبارة بس الأول يعني نمسك كده زراعة الأسنان بالراحة ونشوف وصلت لإيه وكلامي على التخريف اللي بتسمعها تمام الأول إحنا عايزين نعرف بس الناس من الأول خالص يعني زراعة أسنان إحنا السنة اللي ربنا خليها عبارة عن جدر جوه العظم الفك وطالع منها الجزء الخارجي اللي هو الكراف يبقى إذن لما هجعمل زراعة أسنان وهعوض سنة مفقودة أو هفقدها يبقى هعوضها بنفس الطريقة فالزرعة هي عبارة عن أجزاء جزء الأول بتحط جوه العظم تمام خنشوف هنا قدي الجزء التايتينيام ده ده بتحط جوه العظم وبعدين الأباطمنت أو الجزء الخارجي اللي هيركب عليه الكراون أو الجزء اللي بنشوفه فبالتالي هو واخد نفس الميكانيزمة أو الشكل بتاع السنة الطبعية فنسى بقى متخيلة بس الزرعة دي لأن لسه ستيل لغاية النهاردة في ناس مش فاهمة أو مش عارفة يعني إيه الزراعة في ناس لغاية النهاردة فاكر إن الزرعة دي حاجة بنحطها وبتنبت يعني في ناس متخيلة ما هو لسه محد يعني برضو الزراعة برغم إنها انتشرت وبقت موجودة في الوطن العربي بشكل كبير وعندنا ده كترة كتير محترمة جدا بتعمل زراعة بتعمل نتائج هيلة جدا بس ستيل في ناس مش مستوعبة الزرعة هي عبارة عن جزء جدر بحطه جوه العظم وبعد الوقت اللازم سواء قررنا إنه هو يتعمل له اميدياة لود أو ديليا لود اللي هو بعد الفترة اللازمة إن العظم بيمسك في الزرعة لازم الناس تفهم إنه هو أصل لإكتشاف جيد إزاي في عالم في الخمسينات اكتشف إن مادة اسمها التايتينيا لما بتتحط جوه العظم العظم بيتخيلها عظم فبيخش يبات جواه تمام وبتاخد وقت معين لغاية ما حصل حاجة اسمها أو عملية التعظم إنه يحصل تعظم كامل بين الزرعة وبين العظم ده والفترة دي هي اللي احنا بنستنى عشان برضو دي معلومة عنا عندنا تلات حاجات فيه إن أنا أخلع واستنى ما العظم يبقى مؤهل للزراعة وفيه إن أنا أخلع وزرع ده اسمه إميدياة إمبلنت إن أنا بخلع وزرع وفيه إميدياة لود إن أنا بخلع وبزرع وبركب ففيه تلات حاجات فيه شروط لكل حالة فما ينفعش الحالات تيجي تقول لي أنا هزرع هزرع هخلع وزرع وركب النهاردة مش إنت اللي تقول الأشعة اللي بنعملها والتحاليل اللي بنعملها يلي بتقرر إحنا هنعمل لك إيه وإيه أنسب بالنسبة لك ده بالنسبة للزراعة عشان استوعبت بس فكرة الزراعة والإيه والحاجات اللي مش فاهمها قوي الزراعة برا عن جزء بحطه جوه العظم بسيبه الوقت اللازم بعد كده بركب عليه الجزء الخارجي طيب برضو هل هكون واقعي لما أقول لك لما واحد يوقع سنة الأفضل هو أن يعمل زراعة ولا يعمل تركيبة كبري بريج بالسنتين لأن الحكاة دي يعني أنا أعتقد أنه كتير من الناس بتتوتر فيها طبعا يعني مش ضد التركيبات السبتة لأن هي حل ستاندرد موجود طول الوقت لكن خلينا اتفق على كذا اتفق أول حاجة حاجة فقط السنة ليه لأنك ما قدرتش تحفز عليه طيب لما تخلع سنة أنت ما قدرتش تحفز على سنة واحدة هتعمل مكانها تركيبة سبتة يعني هتحضر سنة قبل السنة المخلوعة أو سنة بعد السنة المخلوعة وهتركب كبري تمام الكبري أصلا طريق التنظيفه أصعب من السنة الطبعية فأنت قريدي ما قدرتش تحفز على سنة هتقدر تحفز على كبري فده الأول كونسل تانية حاجة أنا التحضير ده عشان أعمل تركيبة سبتة لازم أعملونه عن دكتور متخصص في التركيبات السبتة لأن في ناس كتير عملت تركيبات سببت التركيبات في الفيديو اللي احنا هنشوفه ده قدي عندي هنا سنة اتخلعت هنبدأ نحضر الأسنان ونعمل كبري هو بما أنه هو مش قادر ينظفها كويس فممكن يحصل التهابات في الأسنان أصلا دي كده الزراعة كده هو كده يعني استبتل حتى على طول حتى حتى زراعة هنا الزراعة احنا حطينا الزرعة ملامسناش السنتين اللي جنب لإيه الجزء اللي اتخلع فبقى الجزء ده قاين بذاته حافظ على العظم اللي احنا زرعناه ده رقم واحد يعني حافظ على العظم اللي احنا زرعنا فيه ده رقم واحد وفي نفس الوقت مدرش وملامس السنان التانية بالأضافة أن انت هتنظفه بنفس الطريقة اللي بتنظف بها سنة عادية هنا بقى احنا نعمل تركيبة سابتة فبنحضر السنان فممكن وانا بحضر السنان اروح لدكتور مش متخصص فحضر لي غلط ادي واحد لو الدكتور متخصص وحضرها لي صح وركبنا التركيبة السابتة ممكن يبدأ يحصل عندي التهابات بقى في الأسنان حتى في حالة الصح ماهونا دلوقتي انا مقدرتش حافظ ماهو السنة اللي ربنا خلقه لي كانت صح هي السنة اللي ربنا خلقه لي كانت غلط ماكت سنة طبعايا بصي بدأ يحصل عندنا التهابات هنبدأ نخسر السنان اللي احنا ركبنا عليها اصلا بقت المشكلة اعظم يعني انا جاي بعوض سنة سنة واحدة رحت مباوس سنتين كمان هنفضل بقى ناخد السيكوانس ده وزي ما بنقول كده حاجة اسمها الأسنان هتكر خلعت سنة بعد كده بقوا تلاتة بعد كده التلاتة عايز عوضهم برضو بتركيبة سابتة بقى اخد خمسة فهركب على او سابعة مثلا بعد شو بقى عندي نص قرش خسرته بعد شوية هخسر القرش كله لو ماشي في السيكوانس ده طبعا بالاضافة ان انت زي ما انت شايف كل شوية العدم عندنا بنخسره يعني العدم في الاماكن اللي مخلوعة عمالين نخسرها فعلشان كده انا معا ان انا لو عندي سنة اتخلعت او هتتخلع انا رأيي ان انا ازرع مكانها ليه هاخد بقى كل فوائد الزراعة الحفاظ على الاسنان المجورة الحفاظ على شكل العدم اللي موجود بكسبته لما بدأنا برضو من فترة طويلة قوي نقول ان الزراعة ممكن تتعامل في عشر دقائي الناس فيهم اتغلط طبعا انه اعتبروا ان كل زراعة هتتعامل في عشر دقائي اه دي معلومة طبعا ده انا اصلا فيه كمان ناس يعني فيه زمله طبعا انا بقى الزوم جدا الاول احنا اول ما قلنا الزراعة في عشر دقائي اول حاجة هتهاجمنا جدا اه طبعا لان قالك ايه في عشر دقائي اتغلنا حجوم جدا بعد كده بقى ترند في مصر دلوقتي اي دكتور بيعمل زراعة يقولك الزراعة بقت عشر دقائي دي رقم ثابت الزراعة في عشر دقائي بقت ترند لندرجة دمريدي في زميل لينا طبعا بعزه جدا عمل فيديو قالك ايه قالك ولازم تعمل الزراعة هو بيتريق طبعا قال ولازم تعمل الزراعة في عشر دقائي ولو زادت على عشر دقائي سيب العين ويمشي طبعا هو عنده حق يقول كده لأن الناس ما بتفهمش يعني احنا في نفس الفيديو اللي قلنا فيه الزراعة في عشر دقايق قلنا قلت بعديها على طول يا جماعة وأنا بقول الزراعة في عشر دقايق هتجي حالة تقول لي أنا أنا جيت لك العيادة وزرعت في ساعة فقول لها أيوة يا فندم حقيقة جيت زرعت في ساعة لأن احنا كنا محتاجين نزرع عضم أقول عضم غير مؤهل فكنا بنقاهله فعملية الزراعة في عشر دقايق على فكرة أي دكتور زراعة متخصص هي فعلا عملية الزراعة متى أخدش أكتر من عشر دقايق لو العضم مؤهل وأنا جايب فيديو لايف يعني الفيديو ده متسجل لايف الحالة اتحط ده اسمه السيرجيكال جايد اللي هو إيه بقى؟ الخطة العلاجية عملنا أشاعة سورسية عبعد واتعامل على الأشاعة سورسية عبعد السيرجيكال جايد السيرجيكال جايد ده مهمته إيه؟ إن دلوقت الدريل هيخش في اتجاهه وفي مكانه مظبوط بص عادي الدريل الدريل بيخش الأول هنشيل جزء اللي احنا نخش في مكانه السيرجيكبرة جدا عشان آه طبعا لأن احنا قريبين قوي من البوك وعلى فكرة أنا عايز أقول لك الفيديو ده لما بنزله للحالات الحالات بتخاف آه طبعا بس أنا منزله ليه؟ عشان أنا دكتور آه عشان أنا مش راجل بي بيع أنا راجل طبي آه فلازم الناس تعرف الزراعة بتتعمل إزاي؟ مش أقول له السحنة هتخش في مش عارف إيه وما تخافش هي العملية غير مؤلمة بالمرة بتاخد بنك وبتتعمل في أقل ما بنعمل عملية علاج عصب يعني عملية علاج العصب بتخلص في ساعة صح؟ آه ده بعد التكنولوجي الحديثة آه عشان أعمل درس أربع كنال هياخد مني ساعة هياخد من دكتور علاج العصب أفرج ساعة العملية ما بتاخدش عشر ده عايز أقول لك أني تاخدت تقريباً سبعة دايق لأن ده الوقت الطبيعي على فكرة ومش اختراع دكتور نور الدين مصطفى ما اختراعش عملية الزراعة ده عملية موجودة في العالم كله كل ده كاترة الزراعة بتعمل كده ده كاترة الزراعة المتخصصة بتعمل كده ومش حاجة حصري عندنا ده أي دكتور متخصص في مصر في الزراعة هي عملية الزراعة لو العدم مؤهل مش هتاخد أكتر من عشر دايق هي نوع عبارة عن دريلات زي ما أنت شايف بتخش بتحضر العدم وبعد كده الدكتور بيركب الزراعة بيدخل الجزء بتاع الزراعة لكن قد تحتاج الحالة لأكتر من كده ضبعاً لا مش توقيت بس في الزراعة في أن أنا أستنى لما يحصل يعني ما يحصل تعظم لأ وغير كده أنا دي حالة العدم مؤهل لأن أنا حط الزراعة على يعني كمية العدم كفاية طب لو حد تاني العدم بتاعه مش مظبوط أو العدم بتاعه في مثلاً الأنجل بتاعته أصعب هتاخد وقت أطول فما فيش حكا اسمها هي الزرع عشر دقايق هو مش ترند هو الزرع العادية بتاخد أفريدج من خمس لعشر دقايق لأن ده السيكونس بتاعها دي العادية في وجود كمية عدم كافية طول وعرض وارتفاع وحالة العدم مؤهلة أعمله في عشر دقايق وأقل إن شاء الله إنما مش الحالة هتيجي لازم كل لا في حالات في حالات بنعملها عملية رفع يجيب أم فيه لأن ما فيش عدم أصلاً ده ده هيحط عدم ويستنى ست شهور عشان العدم يحصل له تعظم العدم نفسه وبعد ست شهور هيجي يزرع وبعد ما يزرع هيستنى ثلاث شهور علشان يركب فبنتكلم في عملية مستغرقة تسعة شهور لأ دي وفي حالات تانية فيها ايميديا تلوت بقى احنا قلنا إن فيه الأول إن أنا بخلع واستنى أو أخلع وأهل العدم أو أخلع وازرع واستنى أما الزرعة تمسك أو أخلع وازرع واركب وده اللي حصل في الحالة دي على فكرة الناس عندها مشكلة في فهم الحتة دي إيه الفرق بين الزرعة واللود اللود بقى الجزء الخارجي لأننا هاكل عليه اشرح لهم هاقول لك بقى مش إحنا جبنا أول حاجة الصورة بتاعة الزرعة خالص حطينا الجدر التايتانيوم اه لأول حتة العدنية اللي يالتايتانيوم دي اللي بنحطها جوه الجدر تمام؟ المفروض إن الزرعة دي بتاخد أفريج ثلاث شهور علشان العظم يمسك فيها تمام؟ دي في الحالات العادية طيب في حالات تانية لما بنجي نعمل الزرعة إحنا شايفين إن كمية العظم كويسة جدا ولو ربطنا الزرعة عند ربط إحنا لما بنربط بنربط بحاسمها رينش كلها حاجة ميكانيكية يعني الرينش دا لو ربطنا عند نيوتن معين فبالتالي بقيت الزرعة مسكة كويس جدا في العظم أنا ينفع أعمل عليها حيسمها إميديا تلود إميديا تلود دا هو إحنا ركبنا الزرعة ركبنا الزرعة وركبنا الكراون في نفس الوقت الكراون السابت السابت القرار دا قرار مين؟ قرار الدكتور المتخصص في الزرعة بس اللي هو عارف إن أنا لما هركب الزرعة دي دلوقتي وهركب عليها الكراون هينفع الحالة تكل عليها ومحصل لاش مشكلة في حالات تانية إحنا وإحنا بنربط الزرعة عارفين إن ما ينفعش ليه لإن لو جينا كلنا عليها هيحصل كسر للرابط بين الزرعة وبين الإيه؟ وبين العظم فبالتالي كل ما تيجي الزرعة تمسك في العظم هتتفكر إنك عملت أكل عليها وتحركها عشان كده قلنا في شرط مهمة جدا هو قوة ربط الزرعة في العظم لو سلنا لها الرقم الرقم المحدد دا لو سلنا له أقدر أركب عليه وعمل حاجة اسمها غير كده ما ينفعش أنت تقول لي ينفعش الحالة تيجي تقول أنا أكيد الدكتور من مصلحته إن أنت تيجي تزرع وتركب في نفس الوقت لأنه خلاص خلاص الحالة لكن لو قالك ازرع واستنى ثلاث شهور هو عايز يشوفك تاني ليه؟ هو عايز يشوفك عشان مصلحتك أنت هو بيبزي المجهود ووقت أطول ليه؟ عشان مصلحتك أنت فالحالة ما تقررش الخطة العلاجية تيجي تقول لي أنا عايزة أزرع الدكتور هيعمل الأشعة يعمل الانفستيجينز بتاعته ياخد كل الإجراءات بتاعته ويقرر هو محتاج يخلع ويزرع ولا يخلع ويستنى ولا يخلع ويزرع ويركب دا كل دي قرارات الدكتور المتخصص في الزراعات بس اتنين دخلوا واحد زرع قعد ثلاث شهور لغاية لما حط اللود تمام لغاية لما حط مش لبيت فوق الزرعة اللي هاكل عليه اللي هاكل عليه اللي هاكل عليه خلاص بير من أنت ده واحد تاني في نفس سنه اتعمله لأ درسنا العظم زي ما أنت قلت لأن العظم كويس عملنا له تحميل مباشر في ساعتها لتنين الزرعة بالنسبة له جامدة كويسة هتستمر الهاف لايف بتاعها او الديورابيلة بتاعتها هتقعد سنين شكرك على السؤال ده ده السؤال مهم جدا في الكتاب نسبة نجاح الزرعة الديليد خمسة وتسعين في المائة الديليد اللي هي متأخر اللي هو بتزرع وتستند تلت شهور نسبة نجاح اللي زرع الاميديا تلوت تسعين في المائة الاميديا تلوت اللي هي اللي هي ركبنا على طول عشان نبقى واضحين وما بين ايه يعني ما بقاش في ايه كلام اكيد اللي هيستنى عليها تلت شهور حتى لو رابط فيها جامد هيبقى الديورابيلة بتاعتها ولو بفرق بسيط اكتر اه اكتر من الاميديا تلوت احنا الاميديا تلوت بنعمله في حالات معينة وبنبقى شبه واسخين انها ان شاء الله هتنجح لكن لازم نتكلم كلامي العلم اكيد الديلي اها يعني الديورابيلتي او الساكسيس ريت بتاعها اكبر من الاميديا تلوت ده 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 سؤال ده ده عشان ما نقولش بقى ايه ان احنا بنروج ولا بنقول لا الاميديا تلوت ده الاميديا تلوت بنعملها في ظروف معينة والناس معينة طيب السؤال الجيدة السؤال المهم قوي واحنا بنشوف حالات برضو نقف عند النقاط دي نقاط نقاط انه زرعة الفشلة هي خطأ من غير متخصص اختيار خطأ للزرعة ممكن العين نفسه كمان اخطأ فحاجة معينة طبعا طبعا مثل الحالة دي الحالة دي انتقرك في الحالة دي شاف فيها ايه انا شاف سنة حالو صح اه طيب الحالة دي شكلها سنان بنا ادم عنده سنانه صح بنا ادم عنده سنان عادي ولا اه طب طيب هات بقى الكيس دي اصلا جاي عاملة ازاي اتتابل فيها كده يا خامر بيان الكيس ده راجل ايه كان الحادسة؟ لا راجل دي كان عنده حوالي 40 سنة اه واهمل في اسنانه لغاية ما تخلعك انت شايف شايف اصلا شكل اسنانه فوق مفيه اسنان شايف شكله عجوز ازاي اه يعني شايف الفرق بين الصورتين عشان شفت الصورة التانية فسنه صغير هو فعلا سنه صغير انت فاكي اتاخب بلك الفرق بين الاتنين اه ان هو عمل زراع وركب اسنان اول حاجة اللي انا عايز اقوله ان الزراع جماعة في الاخر انت بتاخد اسنان شكلها طبيعي جدا اه يعني هنا انت لو شفت الصورة دي لوحدها ده راجل بين قدم طبيعي جدا زراع القرش كله؟ ده فول قرش ما هو ما عنده سنة خلص فوق يعني اه ما هو ما عندهش ولا سنة فوق طب دلوقتي فيه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ما هكي روح منازلين لي اللي بعد قبل اللي أكبر يا أولاد اللي سينا عملتها فيا أنا شوفت باقي أنا اللي بعمل الحركات دي في الناس بس عجبتني أول أنا أول ما شفت دي فيها إيه عشان يتعامل أتري دي بعد دي أتري دي بعد ما أنا عايزين نوري الناس إن الناس بتخلص الزراعة وفي الآخر بيبقى شكلها طبيعي أها نساب نفسه يدمر السنان في سنة 40 سنة ما هو فيه ناس كتير وشايف شكله هو عند ربين سنة شكله عامل إزاي أنا عايز أجيب الفيديو بتاع التغيير زي شكل الواحدة بيتغير بسبب إن هي خلعة أسنانها يعني يعني بس الفرق الفرق ما بين حد بسنين وبدأ يخلع أسنانه إيه التغيير اللي بيحصل ده تغيير المعلومة دي بتهم الستات قوي إحنا اتعمل سيرفي للوطن العربي الستات بتلجأ لشد الوجه أكتر في سن أقل من الناس بره تعارب بره بدأوا يعملوا عملات شد الوجه دي لما اختروا طيب الناس عندها ستين سنة وسبعين سنة هنا في الوطن العربي بيكونها عندها خمسة وثلاثين واربعين سنة ويبدأ يحصل لها تراهل لشكل الوجه بتاع حاليه دي معلومة مهمة قوي في الفرق ما بين الزراعة وما بين التركيبات عامة اللي بيخلع أسنان وبيحصل عملية فيسيولوجيا اسمها بون رزوربش وبحصل تآكل للعظم بتاعي طيب أنا وشي ده الجلد ده مشدود على ايه على الفكين على الهيكل طيب لو الهيكل ده بدأ يضمر ويقل ايه اللي يحصل للجلد ده يبدأ يحصل له تراهل علشان كده المقولة دايما اللي بنقولها ان الفرق بين يعني بين حد شكله شباب في الوش وبين حد شكله معجز هو أسنان مش سنين يعني هنشوف الفيديو كده شايف التغيير شايفه الشهق كل ده كل ده بسبب انها خلعت وما زرعتش الزرع هو الحاجة الوحيدة مانا لما بحط الزرع جوه العض ايه اللي بيحصل بيحافظ على العض فبالتالي العض ما حصلش تجاري الفرق بين الصورتين دول مش سنين أسنان أسنان وجود أسنان أنا كثير كثير جدا من بنات أبو الصلاة جايها لي ستات يعني جابت أعرفها معرفها وبتاعت تقولي أنا هايزة أحن فيلر تقولي أعمل إيه ومتاعها ما شايف موصلت شديدة 90% منهم مش محتاجين فيلر 90% منهم بسألهم السؤال كلسيكي باستغرمون جدا أخمر سنانك إيه تقولي لا ده ناسناني بايزة هنا هو مفيش وخلع هنا وعمل تركيبة هنا وعمل تركيبة هنا هروح له هروح للسنان قبل الفرر أقولي لا أقولي لا أقولي لا أروح للسنان الأول بعدين نشوف بعد كده هنحتاج نعمل هنحتاج نعمل ولا مش هنحتاج ما بيحتاجوش غالبا ما بيحتاجوش لعي سمعك بقى سؤال اللي هني عفيفي تعال نشوف مع بعض مع الانتشار الواسع لوسائل للطلاع والمعرفة ووسائل التواصل والانفتاح على كل جديد في العالم زادت معرفة الناس بأهمية علوم كتيرة كانت شهرتها محدودة زمان زي تجميل الأسنان اللي كعلم وطب موجود من زمن طويل ومستمر في التطوير وتطوير التقنيات والأدوات ومع زيادة الرغبة في الجمال والشباب ما بقاش تجميل الأسنان مرتبط بس بالمشاهير والأثرياء زي زمان بحسب الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان أكتر من 85% من البالغين مقتنعين إن الابتسامة غير الجذابة تخلي الشخص أقل جاذبية للجنس الآخر وبالتالي بتأثر بالسلب على حياته الاجتماعية وحالته النفسية ومع الانتشار الواسع للفرع ده من فروع الطب بتزيد الحيرة في اختيار الطبيب المناسب والصرح الطبي المناسب خصوصاً إنه علم وطب مرتبط أيضاً بفن وحس وزوء الطبيب ومتانة وفعالية الأدوات المستخدمة وحداثة الأجهزة إزاي المريض يختار صح الطبيب والصرح أو المركز الطبي اللي يلجأله في تجميل الأسنان هغير السؤال حتى بسيطة في زراعة الأسنان لأنه نعضي الزراعة أهو في فرع طيب الأسنان يختلف عن كتير يعني هو مشابه للجراحات هو الجراحة طمعاً لأنه المسألة هنا لو أخطأ المكان في التعامل مع مشكلة السنان هيعمل ديزاستر هيعمل كارسة طبعاً يعني يمكن مثلاً لو حد رح يعمل تخصيص عند حد وغلط خلقاً ما خدسش بزاف ما هيحصل لي خد دواء بتاع ممكن يعني ما يكوباش بس صعب أن حد يضر حد بدواء يعني لكن وممكن ممكن لكن في الأسنان لا فعلاً مشوف مشكلة كبيرة طبعاً هما نقطة مهمين جداً أسأل عليهم الفريق المتخصص اللي هيشتغلي متخصص ولا لا يعني أنا دايماً بقول للناس اسألوا على شهادات الناس إيه المشكلة أنت مش رايح تتعالج وإنت خايف على نفسك اسأل في المكان شهادات الناس اللي بتشتغل إيه الموضوع بسيط جداً شاناً أتأكد أن الفريق الطبي اللي بيشتغلي فريق متخصص تاني حاجة بعد إذنك اسأل وري قلهم وروني شغلكم أنا عايز أشوف الشغل بتاعكم ويتأكد أن الشغل ده مش من عن نت يعني تأكد أن الشغل ده معمول في العيادة أه لأ ما هو فيه ما هو فيه بتجيب شغل لناس من بره ويشيل العلامة المائية ويحط يتأكد أن الشغل ده موجود أصلاً في العيادة بتاعة الحياة يعني في المركز ده الشغل ده تعمل في العيادة أنت من حقك تتطمن على نفسك أنت قلت جملة جميلة قوي عجبتني زي ما قلت لك ساعة أنت عجبتني الجملة دي كلما كان الإنسان بيذاكر أكتر أو عارف أكتر كلما ده حمل عليه وبيخاف بيخاف والله يخوفه يعني أكتر الناس خوفاً هما أكتر الناس اللي ذكروا عشان كده دايما أقول أنه الكلام الحوار الطبي لازم يدار بشكل طبي لازم يبقى من خلال الطبعة طبعاً لأنه اللي محدش مذاكر أو مش فاهم أبعاد القصة يعني أنا لا أخفي عليك أن أنا بدأت أعرف كتب الطب الأسنان يعني بدأت أجيب كتب طب الأسنان وده مهم وذاكرها عشان على أقل لو حد قالك معلومة غلط قصة أنت مسؤول على البرنامج بالضبط فلو حد قالك أنت معلومة غلط وإنت مش عارف فأنت ممكن معلومة دي تتروع لكن أنت دورك أنت القائم على البرنامج فبالتالي لازم تكون عندك المعلومة على الأقل الصحيح بحيث أن محدش يقول معلومة مش مظبوطة وده بنشوفه بقى كتير لما واحد يطلع مع حد مش أصلاً دكتور ممكن أقول له بقى أنا اخترعت مش عارف إيه وأنا جبت إيه وأنا عندي يعني الحاجات اللي بنسمحها الجديدة في العائلة قال في ناس بتخترع في الطب دلوقتي في كوميديا في كوميديا فالقياد مش فاهم في كوميديا طول ما اللي قاد مش فاهم أقول بقى اللي انت ممكن أطلع بكرة وأنا دكتور جلدية واخترعت حاجة جديدة خارج ما محدش عارف أنا مين ولا إيه الموضوع وهتلاقي اللي قاد ودوبك بيسقف جداً معقولة عملت كده معقولة انت قدرت بأمن كده مش معقولة بغير معارف أقسم بالله ما هو مش فاهم حاجة ومش دكتور وما عندوش المعايير الطبية هو لا لا يجب أقول لك أنت أسعدتنا وأنا تشربتني لا أسعدت هو أمو أنا حلا قلصت نورتني تشربتني يعني بس عدد دائماً بالقاء مع ضيف العزيز دكتور نور الدين مصطفى الصديق والزميل العزيز كان مبدعاً كالعادة وحواراً خارج النطاق التقليدي لكن كله في صلب العلم بتفاصيله خليكوا دائماً مع دكتور اشتركوا في القناة